موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بالجميع على قناة حوارات ميري موعد النهاردة في حلقة شيقة أتأجلت لعدة مرات الظروف مختلفة مع أستاذنا الجميل أستاذ سامح عيد نرحب بك أهلاً وسهلاً أهلاً بك ونهورك وإن شاء الله تكون حلقة موفقة وبالتوفيق دايماً لك ونهورك أهلاً بهم جميعاً طبعاً أستاذ سامح عيد من الناس الجميلة النشطة على اليوتيوب بيقدم فيديوهات جميلة جداً أنا من متابعين ومن فترة يعني كلمة عن العلمانية وتجديد الخطاب الديني وأبرز المشاكل إلا عند المتدينين وعند أيضاً اللادنين يعني شفت له كمان فيديوهات بينتقد اللادنين في بعض المناسبات وطبعاً حلقة اليوم هو العلمانين والأصولين الصراع الدائر ما بين العلمانين والأصولين طبعاً في البداية أستاذ سامح عيد يعني نعرف العلمانية باختصار يعني لأنه في عدة تعريفات لها وتقول لنا برضو رأيك هل فعلاً العلمانية هي فصل الدين على الدولة ولا ده يعني شيء مش هي دي كل العلمانية هو طبعاً لها تعريفات كتير بس أنا أفضل تعريف عجبني مراد واحدة بصراحة مراد واحدة طبعاً يعتبر رأيك العلمانية في نصر وديك كتاب جميل اسمه لك الحقيقة المطلقة يا رأيك الناس يقرأه وأنا من الكتب اللي أصفت بها جداً من هذا الكتاب كل غير تفكيري والتفكيري غير تباعاً فهو سماها التفكير في النسبي بما هو نسبي هو عايز يقول إن الحياة النسبية الدنيا بتاعتنا دي نسبية بشكل أو بآخر الدين مطلق حق وباطل السياسة والاجتماع والحياة والقوانين متغيرة دايماً فنسبية فما ينفعش نحط مظلة مطلقة فيها حق وباطل حتى كان فيه الخناعة الأخيرة بتاعت الشعران والأظهر دخل قالك لا لن نسمح ولا نتراجع يعني إيه؟ يعني حقه باطل هما بينزل الموضوع إن هو حقه إيه؟ وحقه باطل ده ما الحياة والمجتمع والقوانين متغيرة دايماً ما تلص للمصطلق بتلص بالمساحة اللي قدامك اللي قماشة اللي قدامك وبتشوف تموّق المجتمع وتمي الحاجة تتوافق مع المجتمع لا قطع الأيدي والأرجل من خلاف ينفع ولا قطع الأيدي ده يعني بطري يعني حتى كان مرض عبدو ماهر بيقولك القطع غير البطري يعني ولا حتى الرجل بقى الزانية اللي هو من نوع مش موجود في النص القرآني فكل ده غير صوالح لهذا المجتمع ومش معنى كان المجتمع ضد الدين في الدين المفروض إن هو حاجة روحية تغذية الروح ما فيش أي مشكلة إن هو ينصح ناس بالأخلاق القويمة بشيء جميل بالتواد يعني كأقيم كلية إنما المجال العام مشكلة جامدة جدا لما يدخل الدين بشكل مصير حتى أنا قلت دايما بلاش يا سيدي بقى فصل الدين على الدولة بشكل كامل أنا قلت حد حاجة اسمها التدخل المرن يعني يه التدخل المرن والله لو في حاجة جاية من لإن هو برضو الناس مش فاهم الشريعة الشريعة اللي موجودة في الفقه مش 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 نص مش كلها نص يعني هي كلها معظمة فقهة الفقهاء ولزاك حتى أبو جعفر منصور لما جلد مالك عشان قال آآ فتوى مش عما عجبتوش فحب يصلحه وقال له في الحج فقال له احنا المقطة بتاعك ده ينسخه ما كانش فيه طبعا طبعا زمان ونعممه على الأمصار ونلزم بيه كل الأمصار كل الأمصار مالكية مالك رفض قال له لا ده هو كان بياخد بأفعال أهل المدينة يعني كان ماشي بالعرف يعني بالعرف مش بالنص نعم أبو حنيفة كان ماشي برضو ايه بقى رأة أهل الكوفة يعني هو حتى يسموه إمام أهل العقل كلهم عندهم صغرات وسقطات ولكن بشكل عين كان منهج عقلي ولزاك احنا حتى كان مصر دي كان ملكي وآآ وآآ كان ملكي وحنفي كان ملكي وشفعي كان مش عارف الجنوب الصعيد كله آآ شفعي والشمال كله ملكي فلما جات الدولة العثمانية بقى مع السليم الأول القرن الستاشر كان هم بيعتمدوا ما يتسبب إيه الحنف فأكبر شيخ الأظهر وما يسمى الفقهاء يعني أو القضاء الشرعيين إنهم يشتغلوا بذلك الحنف نحن نتكلم عن مزاهم اللي كان بيحكموا بيه الفقهاء الشرعيين بين قوسين يعني لغاية القرن العشرين لغاية القرن العشرين علي عبدالرازي وقضاء الشرعية وشبه ذلك وعلى كان محاكم مختلطة أيام الإنجليز كل دول كانوا يحكموا بفقهة يغيروا من مالك لبوحنيفة يعني كده أن الأراءة مختلفة في الزواج وفي الطلاق وفي التعزيرات كل ده فدي الفكرة فإبعاد الدين عن السياسة إبعاد الدين عن المجال العام يحمي الدين يعني ده حماية الدين مش شايف أنه يعني بعض المؤمنين يقولك ما هو السياسة أو أي شيء في الدنيا سواء سياسة اقتصاد اعلام مفترض يتحكم فيه أخلاقيات مفترض الأخلاقيات دي تبقى مطلقة يعني هما بيشوفوا أنه الأخلاق دي موضوعية يعني مالهاش دعوة أبان أنا اسم ميري ولا أنا مصرية لا الأخلاق دي موضوعية فبالتالي يبقى لازم يبقى فيه أخلاقيات تتحكم في المجالات دي وإلا يبقى فيه فوضى تمام هو دلوقتي الأخلاقيات هل مخصوب بأخلاقات الدين ولا أخلاقات المجتمع بيحطها لنفسه طبعا بالتأكيد الحرية مش متلقة في أي مكان وسعف الحرية بيختلف المكان لمكان ومجتمع لمجتمع لمستقافة للثقافة بس السعف ده اللي بيرفعه المجتمع وبينزله المجتمع ولا الدين ليه دي المشكلة النقطة المشكلة الأساسية عند بعض التفكير الإسلاميين إن الأخلاق مصدرها الدين الإسلامي فقط ودي كلمة منافية لواقع حتى القول من سبول محمد عبده إنه كان في أوروبا وراجع فقال له إيه وجدته إيه إسلاما بيلا مسلمين وجدته إيه لا مسلمين بيلا إسلام فهو تخيله إن الأخلاق مرتبطة بالدين الإسلامي فلما راح للغرب ولقى المجتمع الغربي ده عنده أخلاق ومنظم ومتحضر ومتعاب بسماحة ومتسامح وهنا منغلقين ومتشددين ومتعصبين فالك دانية الإسلام هناك طبعا هو الأخلاق مش مرتبطة بالدين الإسلامي ما تعالي شوف الشعب الياباني اللي كان شارس على فكرة من قرن من الزمن الشعب الياباني ده كان شارس وكان يعني نافخ آسيا كلها لغاية ما بعد حرب العامية التانية هم حاولوا يغيروا ثقافة الشعب الياباني فعملوا اللي هو الأنيمال يزلتعهم ده والحاجات الأطفال بحيث يخلوهم أرق وفعلا الشعب الياباني تحول عن طريق الإعلام والكارتون وتربية الأطفال إنه طبعا شعب بالوقتي حاليا بيتكلم عن كوكب اليابان كل الناس اللي اضرحت اليابان بيتكلم عن مدى التحضر والرقيج والأخلاق عند المجتمع منحي فبالتأكيد فيه سقف للحضرية وإحنا عندنا في مصر حزبة والحزبة بتاعتنا أو سقف الحرية بتاعنا بناء على تنوع المجتمع المصري يعني ما بيتكلمش على الجيبة القصيرة ما بيتكلمش على اللبس او ازاي معين بيسمح بالبيكيني في الشواطئ من زمان يعني وحتى الان إنما ما يقول لك ما ينفعش مسلا فعل فضح في الطريق العام اه مش مقبول في مصر في أوروبا تشوفيه عادي انت هتروحي ان شاء الله لو سفرتك يعني ان كان ما كانت سفريه هتلاقي ممكن تلاقي يعني علاقات كاملة في الشارع عادي محدش يبصرهم محدش حتى يعني مجرد ان انت تبصرهم ده جرح المشاعرهم بدرجة ان اختشفت ما فيه في بريطانيا كنت متناقش مع واحد فقال لي اه عندهم قانون اسمه التحديق يعني انت مثلا لو بصدت في واحدة المتر وركزت عليها قوي وجدتها من فوق لتحت ممكن ترفع عليك قضية التحديق ان انت احركتها وانت ركزت عليها وبصدتها بفوق شوفوا الى هذا المستوى اذا يعني انت كده بتراهن على سلوكيات الاغلبية بتاعت الافراد انه مثلا الاغلبية هم اللي هيحددولي ايه الافضل للمجتمع لو ما نتكلم عن الفقهة او بيتكلم عن حاجة اسمها اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد في المجتمع المعاصر اللي هو البرلمان وهو ده اللي بيشرع الايه القوانين المفروض الناس دي منتخبة والناس دي جاية اه بتقسيم جغرافي تا اللي جاي من الصعيد واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا بالشمال والجنوب واللي جاي من الريف والقارية والمدينة فجاي من كل حتة فحتى لما تطرح قوانين يعني مش عايز نقولك ان البرلمان بتاعنا متشدد يعني في بعض الامور لان ده دي سعيدة ومتأثري بالاسلام السياسي مع اختلافنا فسيب المجتمع بوضعه ده التشكيلة اللي موجودة في البرلمان دي اللي جاي من جنوب مصر الشمال مصر من شرقها لغربها وريف ومدينة ده اه جزء كبير جدا من المجتمع يمسلوه تمثيلا كاملا فمسلا دايما يقولك العالمين انتوا عايزين تخلوها شزوز وتخلوها بقى مليطة دايما يتهموك ايه الطير العالمين مين قالك ده احنا مقول يا جماعة القوانين هيصدرها هذا البرلمان اللي عمر ما هيجيب حاجة لا تتوافق مع المجتمع في الوقت الراهن وهذا البرلمان اللي وافق ان يبقى فيه سياحة وسياحة شاطئية لان عندنا اه من اعتمد على مليارات السياحة اللي هي بنتكلم عن مش عارف تمانية مليار ولا عشرة مليار وعايزين نزودوهم دولار يعني داخل جزء من داخل المصري وبيسمحوا بالخمور في الفنادق هو ده البرلمان اللي جاي من الصعيد وجاي من القرية وجاي من كذا وحتى كانوا اه في الفنادق المصرية كان القانون بيسمح للاجنبي انه يجيب صديقته مش لازم يعني ايه قسمة الجواز او حاجات زي كده وانما العربي والمصري لازم يدخل بقسمة الجواز او ان البطاقة الشخصية المرأة متسجل عليها اسم الايه اسم الزوج ما يدخلوش فندق الا بهذا الشكل جم من فترة غيرو وخلو العرب كمان يدخلو بدون هذا الايه لان العرب بقى ممكن يتجوز عرفي ممكن يتجوز كذا فمفيش قسمة زواج رسمية فهو ايه فعشان ما يدربش السياحة او هو عايز يحافظ على هذه الاموال ده التفكير في المصلحة جماعة كلمة المصلحة فوق النص دي مش العلمانيين اللي قلوها بالله ما واحد كنت بقولها في احد الحلقات واحد قال لي ده كلام العلمانيين ولا جيته ليه ده ده كلام ابن القيم اللي اعتمدوا محمد عمارة نفسه محمد عمارة ليه كتابين مع تشدده مع راديكاليته مع يعني تحفظنا كبير عليه رحمة الله عليه يعني فكان عمل كتابين مهمي جدا الدولة الاسلامية بين الدولة الدينية والدولة العلمانية وكاتا او عمل نهضبتنا حديثة بين العلمانية و الاسلام وهو اللي جاب رأي ابن القيم واقلل المصلحة فوق النص وقال كلام تقدر kirchyn ان هو بيتكلم ان العلمانية دي بتاعتنا بتاعت الاسلام مش بتاعت حديث هلو ده احنا او العلمانيين الكتاب كله بيتكلم واجاب كيف الرسماني واحدة اثنة او ا tre عربعة صدافهم فكتب وقال لك احنا ده كل دا احنا ده مع التنوع مع التغليم مع التابع. لدرجة انا مرة كنت في حلقة في النظرة ومعايا دكتور شريعة في حقوق القاهرة. وقلت له المصلحة فوق النص وان احنا ممكن نتجاوز النص. وده مش كلامي. ده كلام محمد عمار. قال لي مش ممكن ومستحيل وما حصلش. ولأ والنص والمتاع. وكان دكتور شريعة في القطع. قلت له كنت معاك كتاب. قلت له مصد الكتاب موجود. وكان سيادة محمد عمار عايش. قلت له الدكتور محمد عمار عايش ممكن تتصل بيه. ودار النشر. كان شعر دار الجيل ولا نشر كتاب. اللي هو سعيدك لنهضطنا الحديثة من العالمين والسد الكتاب اللي كان معايا. ودار النشر موجودة. اسألوا دار النشر. واسألوا الكاتب. وابصوا على الكتاب. يعني فقال احنا على الهوى. اللي عايز يتصل يقول يا جماعة ما حصلش موقتش الكلام ده يقوم. يقول بكرة كان سيادة حتى محمد عمارة رئيس جلت الازهر. مجلة الازهر. كان ممكن في الحلقة اللي بعدها اقول لك ده فيه حد طلع الف الكلام اه تقول علي كلامه ولا ما حصلش ما قالش ان الكتاب موجود والدار موجودة وكان ساعتها الكاتب موجود. اللي هو فكرة المصلحة فوق النص. لدرجة ان هو محمد عمارة وهو بيقول ان ازاي اه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تجاوز النص القرآني في تلات مواقع. نعم. اول حاجة موضوع المؤلفة قلبون. جاي لو اعينا بنحست دي الناس دي كانت قبائل. اه وقبائل قد قوية اللي كان بتحصل حتى المدينة في الاحزاب. والرسول عشان يستوعبهم وعشان قبائلة اسلام. بدأ يدي الناس دول من اموال يعني حتى لو مشاركش في الحرب. فتيجي فيه في الاخماس بتروح للايه? للنبوة. اه فانا الاخماس تبقى النص القرآني لله ورسوله وزير القربة والايتام المساكين. وفيها ايه? اه والمؤلفة تقربهم. يعني المؤلفة تقربهم لهم حق في الاخماس. فكان بيديهم اموال بيديهم ما يشاركوا في الحرب. فجي الان ابن حاس نفسه. فعاد عمر عادة واوكر صديق. وقال له انا عايز حيطة ارضه بتاع فكتبها له. اه حتة فضلية كده. فهياخدها جنب بيته. ايه ياخدها يستنفع بيها يعني. فكتبها له وقال له بس عدي على العمر يمديلك الاول. فلما عدي على العمر رح بسق على قمدة ابوكة وشطبها وقال له فيش مريكش حاجة. قال له ده ازاي ده الرسول كان بدي لي قال له ايه? كان يعطيك هو الاسلام ضعيف. وطبعا زي ما قلنا واحد السرقة طبع عشان عمل رمادة. والاخماس وقافها بعد كده ما اقشد دي اخماس. لما راح الاراء. بس ليجي بقى ما دول مؤلفة تقربهم. فراح اه وده نص قرآني ان هو اللهم في الاخماس. فجي محمد عمر يقول لك ايه? لقد اعتبر عمر ان هذا النص ليس من نصوص التشريع ولكن من النصوص السياسي. اللي هو قابل تغيير. نص قرآني. ده محمد عمارة بيبرر موقف عمر. وبيقول ان هو ايقافه لنص قرآني. ايقافه تعطيله لنص قرآني مش الالغاء والنص قرآني. يرى ان عمر من الخطاب ده مين يقول كده محمد عمارة الراديكالي. مش مراد واحدة. نعم. مش حرك فودة. مش نصر عمد عمارة. قال ان اعتبره من نصوص السياسة وليس من نصوص التشريع المتزمة. يبقى اذا كان عمر شاف كده رضي الله عنه وارضاه في عاصم العصول. احنا من حقنا نشوف اي نص ان هو غير ملزم وانه من نصوص السياسة وليس من نصوص التشريع المتزمة. يعني حضرتك عاوز تقول يعني انه الهوجة الهوجة الشعواء دي ضد العلمانين. مش مصدرها دي نفسه. ولكن مصدرها آآ قد تكون مصالح انه مش عاوزين ان البصات يستحق من تحت رجليهم مثلا. محمد عمارة نفسه كان بالتنظيم الطليعي وكان ياسعين. هو نزام لما لقوا الكل مع الاسلام السياسي يعني موجة الاسلام السياسي ماشية. زي سيد قطبي كده. سيد قطبي كان كاتب عري. فآآ ايا كان بقى مش عاوزين نخش في النواية انه كان طمعان كان صاحب عبد الناصر. وهو اللي خلى الثورة دموية. لما قال له ايه? لاتوا الثورة بيضاء في مقال مش فاكر ساعتها في الجمهورية ولا فين? كتبوا لما حصل مظاهرات في كفر الدوار وهو اللي شفه اشار عبد الناصر وسوى للموضوع في الجرائد انه لازم تكون الثورة حمراء. وبسببها نبس قط الثورة خد قرار باعدام خميس والبقلي في كفر الدوار اللي هم عايل تمامتاشر سنة وعايل عشرين سنة عشان عمل مظاهرات عشان اجور او اي حاجة. اه في كفر الدوار. اعدامهم في المصر. بفات وساد قطب. وساد قطب زي ما قلنا كان بتاع ادم العرد. لما لقى ما اخدش حظه مع اله بلون دخول في النواية يعني بس للا حصر. اه فيه مع مع صورة يوليو وراح قالب على الناحية التانية وبقى راديكالي يعني اكثر من من الاخواننا السوء. لما عمل بقى معالم في الطريق وخدها من ابو الاعلى الموجودة وعيب الهزر فيه. فناصدي بالتأكيد مش مصدرها النص الدين. ولكن هي ازا قلنا مصدرها اه مصدرها اه ان الموجة طاعت مع الاسلام السياسي. حتى الاخوان نفسوهم. الاخوان نفسوهم تبقى لكلامهم وتصرحاتهم وكتبهم ان هم اللي كانوا عاملين مسرح. حسن لماذا كانوا عامل مسرح تبع شعبة الاخوان المسلمين. وعمر التنميساني كان عنده عود يعزف عليه. وانا رحت لمختار نوح وليت عنده عود. وقال كان طبعا كان عند عمر التنميساني عود وكان بيعزف الحاجات زي كده. والدرجة انه بيقول لك ان عبد الملع المدبولي ومش عارفه مين. كان بيبسره على المسرح الاخوان. كان عاملين مسرحيات. اللي حصل ان الموجة بتاعت السبعينات. لما حصل خلافنا بين النظام السعودي والنظام المصري. بصور طبعا بقى تغيير النظام الملكي في ليبيا والسنوسي وجاب القزافي. ومحاول التغيير النظام الملكي في ليبيا في قصد في اليمن. فخلاص قال لك الدور علينا. فبدأوا يعادوا النظام النصري. فمن ضمن يعني يعني السليب الصراعات بهذا الشكل. انه كل راح بياخدوا المعارضين عند الطرف التاني. فالسعودية سعيدة اخدت الاخوان اللي هم المعارضين للايه للنظام. فتسلفوا. تسلفوا ليه هم مش طبيعاتهم سلفية. طبيعتهم زي ما قلنا مسرح ووعود وموسيقى والدنيا زي الفل يعني. وحتى القراضاء بتاعه. القراضاء والكيتب اول حاجة كان كتب في الحرام صفحة ونصف. عن الموسيقى وابحيتها وبشي عاسمها حرام وكلامين ده. بخلاف بقى ابقى الجزائري السلفي اللي عامل كتاب قد كده عن تحريم الموسيقى. والغناء وكلامين ده وفي النار وكلامين ده. وراح ايه اه اه بعد كده فتاوي معصرة. راح عمل اه اربعين صفحة. وراح كده عامل كتاب مستقبل بتاع ماتين صفحة. عن الموسيقى وابحة الموسيقى. ده القراضاء اللي هو الاخوان. انما لان الروعي الجدد. اصبح الابترو دولار. في السبعينات. فكان يتماشى. واضح كده انها مصلحة. مش ده مش تخافته من قديمة. نعم. يتماشى مع النظام الوهابي. وبدأوا يربوا الدقون وينقابوا المرأة. ما كانش موجود اي ما حصلت بنا. بنت حسن بنا ما كانش هو نقابة ولا محجبة اصلا. ولا بنت البقوري اللي هو كان يعني مرشح للمرشد. ولا كل ده كان محجبات. نعم. كان بيروح المدينة ايه بزي لبس المدينة. اه مش هتقول لك انه هو بتعصيت كان ببسه. لا ما كانش ببسه مفتال بتعصيت. بس كانت تروح القاهرة كان فيه نظام اه يعني فيه يعني تأثر باستخافة الاوروبية فيه المجتمع القاهري ازاي? يعني مسلا على سبيل المثال مسلا يجي فرح عبد الناصر فلازم كل واحد يروح بايه بمراته. يعني نظام ايه? برتوكول. خده من اوروبا. نعم. فننفعش البقوري او فلان او الشيخ العلاني اللي هو جاي من قرية من الصعيد يروح تروح بالمنس او تروح بالنبس بتاع الريف. فكان بيتروح تفصل فستان زي بتاع القاهريين. وتحضر الايه? المناسبة وبالذات لهم مناسبة سياسية او فرح عبد النساسين مهمين. كل رجال الدولة بيما فيهم الشيوخ بيروحوا تبقى لنصق الاوروب اللي هما اللي هما المجتمع القاهري اتعود عليه. البدل بالنسبة والترابيش بالنسبة للأفندية. وبالنسبة للشيوخ ممكن يلبس الجب عادي. بس الست لازم تلبس النظام ايه? زي السوريهات دلوقتي. بس كان نظام ايه? الازلاء اللي احنا نشوفها في الفلام لنصر. فتسلفوا. تسلفوا الاخوان حتى حسام تمام كان كاتب كتاب وكده عن تسلف الاخوان. تسلفوا ليه? مش بسبب حسن بناء. بسبب ايه? ان حيتمشوا مع الفقه السعودي. وبايتبعوا كتب تيمين ويوزعوها ويتكلموا عن الحجاب ويتكلموا عن النقاب وايه اصبحوا سلفيين. ويلبسوا بتاع الخلايا. وانا اشرح لك انا اشرح لك حاجة. في وانا في السنوي كنا بنعمل مصرح. وقلت الاخوان اللي جاء بعمل مصرح. وفانا كنا بنعمله مش عافية حاجة بس هي اسمها اهل الكهف. وكان ردينا واحد بالاخوان مخرج يعني او يعني دارس الاخراج بشكل او باخر وكان وعنده موهبة. وقدرنا نخرج المسرحية وفي الاخر عايزين نضيف موسيقى تسورية. فقلت له يا جماعة هنجيب حد يعني يلحن ونعمل موسيقى تسورية. لازم موسيقى تسورية عشان تبدي الحدث والمسرحية ايه? اه يعني اه تأثير على الناس اللي موجودة في بشاهدة المسرحية. فالمهم ما قالوا لك لا لازم ناخد فتوة من الاخوان. فاستفتوا الاخوان اللي هو مكتب الارشاك كان ساعتها واحدة لشيخ عبدالله خطيب. شيخ عبدالله خطيب طبعا كان قاعد في السعودية عشرين سنة ولا حاجة. بيجار للسناك مش عارف جامعة الملك فهد ولا فين? وهو كان مفت الجماعة في هذا التوقيت. يا جدان المسرحية فضل عليها اسبوعين. فضل عليها عشر تيام. فضل عليها اسبوع. عايزين يجهز الموسيقى والموضوع. ابيع تلت ايام جات لها فتوة من شيخ عبدالله خطيبة. لا يجوز. عمل موسيقى تسورية المسرحية. انتم بتكرموا فيها جدعان. ده المرشد كان عنده هو. انتم جبتوا الكلام ده من ايه? طبعا كان ساعت عبر التنساني توفى ومسك محمد حبدالله بنصر. بس هما المشكلة انه بقى فيه فقه الجماعة ومفتي الجماعة هو اللي كلمته ماشي. والاسف الشديد مفتي الجماعة ده دول احد سبق له في السياق. احد الاخوة كانت مراته هتخلي في العين السادس. و بتولدها بين قسين واحدة من الاخوان. دكتورة يعني. او مهاش كتشخدها دكتورة بس يعني بتولد. طبيبة يعني. المهم العين السادس حصل نزيف. فالف به ولا ده استقصار الرحم. ودي مش العين الاول. ده كان الرقم ستة. قال لك لأ لازم ناخد فاتوه بالاخوان. اتصل بالشيخ عبدالله الخطيب كان في الحمام بيستحمى عبدالبطرهم الحمام ومش عارف ايه وميلي على التليفون ولاينا وايه في تويتك. وليا يا مفتيتك كتوب 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 ماتت لا 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 خلاص الطب بيقول ايه زي دي بيقول كده بتاع الامام. قالوا الطب بيقول البفروضة دي احنا ايه? اه نستقص الرحم. قال لها خلاص. اتوكل على الله. عبدالبطرها كانت الست ايه ميلة. والولد عاش. الولد عاش وكان اكبر بنت تساعتها تلتة عدادة. وبعد كده عملوا تحقيق اخواني داخلي وجابه دكتور لنسا وقال لك ده كلام فارق وهي غلطانة الدكتورة ونفروض تدفع تعويض. رفض تدفع التعويض. واضطر اخواني يتفعوله يعني زي الدية يعني او حاجة زي كده. وبتيعين بنت تلتة عدادة بتطبع اخواتها الستة وابوها. شايلة اهم ابوها وشايلة اه اه اهم عيالها الايه? اخواتها الستة. ام. مين مين حاولوا حاولوا يجاوزوهمها مين مين حاول تخش على ستة عيال? منهم عيل طفل صغير لسه لحمة حمرة يعني. ام. بسبب فتوى الفتاوي والشيخ عبدالله خطيب وفتوى الاخوان وكلام فلا انا ما اتكلم ان هما تسلفوا. نعم. مضحة جدا استجابة للبترو دولار. وانتي لما تقري مذكرات عبدالله مفتوح. ام. لأ اخدوا فلوس يعني. يعني عبدالله مفتوح بيحكي. بيقولك ان احنا كنا اه بمشي. مش عادي بيمشي بفين كده لغاية الجيزة. من قاهرة الجيزة. عشان يوفر التعريفة بتاع الاوتوبيس. ممكن انتي ما تعرفيش التعريفة ومشاني ما عرفش هناك تعريفة. تعرف التعريفة ومتعرفيش تعريفة. لأ. الجنيه ده ان يدلوقتي لو عطيته للسايس يرميب في وشك عبارة عن متين تعريف. اه. يعني الجنيه ده ميت قرش. القرش بتنتعريف. القرش بتنتعريف. القرش بتنتعريف. فالجنيه ده ان يدلوقتي بتدي للسايس خمسة جنيه انه لما نبعداش بالتراتة جنيه فالجنيه الواحد ده. 200 تعريف. ام. فعبدالله مفتوح هو اللي بيقول في مذكيراته ان احنا كنا منوفر التعريفة وناخدها ماشي. من القاهرة للجيزة عشان نوفر التعريفة عشان معناش شوزة. بالكلام ان هون كانوا باقس يعني. وكان بيقول نيجي نروح للاقاليم بقى الجماعة الاسلامية بقى وعايزين ننشروا الدعوة وبتاع نروح للاقاليم فمعناش اجرة الدرجة التالتة. طبعا انا انا عيشت فترة تاعة التمانية دي دي تذكرة الدرجة التالتة كان بعشرين قرش. برضو عشرين قرش يعني الجريج جيب خمس تزاكر. مم. يسافري من ايه من انا من البحيرة يعني من البحيرة القاهرة. طب يقول معناش تمن تلت تزاكر الدرجة التالتة اللي هو من عشرين قرش. فكنا من اه من جمع من بعض ونصفر اتنين بس. بدلا من نصفر اتنين بعناش شوز. مم. فجأة يقول لك روحنا لعمرة كان بروح عمرة بقى كل سنة. يقال كان بخمسة وعشرين جلي بس. طبعا انت جيبتي بخمسة وعشرين جلي بقى سنين. انت في الجامعة. يلي كنتوا بتمشي عشان توفر التعريفة. وطبعا قال كنا بنجيب كتب طبعا بقى كتب الانتايمية. اللي اخر اخر مرة سمعت في فيديو يوسف سدان. لما طبعا المدح في الانتايمية ولكن الانتايمية ده رجل جميل. ورجل. فالمهم قال يعني خلاص الموضوع قال ان الفتاوة المنسوقة لانتايمية دي ملفقة. وان ما فيش مخطوطات اللي بنتايمية بهزي الفتاوة. وانه اول واحد مش عادي في ترجمة في القرن الكام بعد الايه يعني جابها وجمعها من اه بعد امتين سنة من من التايمية. يعني هو بيحاول يبرى بالتايمية من الفتاوي. المهم كتب الانتايمية الفتاوي سببها هي هو اللي قالها ولا مش هو اللي قالها بس المهم ان طوعب بغزارة كلها اكل. لو انه تصلها جاهرا تتقتل. ما صليتش تتقتل. يستطيع تلات يام ثم ما تتقتل. مش عارب ايه ثم ما تتقتل. فيها لا يقل عن سبعين تبعين فتوى قتل. عشان حاجات فقهية. خصوصا الشيعة ببت. الشيعة. كان بيشتم فيهم. وحاجات بيجين هذا. الكتب دي انطبعت وتوزعت والاخوان كانوا بيوزعوها. وبيقول كلها مش عاربين وديها فين. يعني كان معنى كان الاف الكتب بتانطبعوا وجلهم. وزي ما قلنا بعد كده طبعا فجئنا يعني بدون بقى نقول في تواصيل. انما كلهم اتغنوا. فجأة. في ظل عدة سنوات. اه في السبعينات. اللي هما ما كانوا سيئين تماما للتعريف بتاع المواصلات. كلهم بقوا يعني مدارس ومستشفيات خاصة وهي لبانات كديرة. ودخولوا في تفاصيل يعني. ولكن الاسب الشبيل زي ما قلنا. اه ففكرة الشريعة ومصطلح الشريعة وانطبق الشريعة والاسلام والحل. ما هو المناظرة بتاعت فرج فودا دي مناظرة كاشفة. جدا. لما هو فرج فودا قال لهم طب يا جماعة وقلونا. انت عايزين تقومي بالزبط. عشان احتكم للكلام انتم بتقولوه. مم. فقال له فرد مامون هضيبي قال له لما احنا كنا مشغولين ومطردين امنيا فما فضناش نعم. مامون هضيبي ده من ضمن بقى المجاملات يعني ابن المرشد حسن هضيبي راح قاعد عشرين سنة في السعودية مستشار الامير نايف. مستشار الامير نايف ده يعني قاعد في فيل ما بعملش حاجة لان عنده عشرين واحد تحت رجليه. صغيرين يعني. وقانونيين. وهو بيخد له مية الف ريال ولا حاجة طبعا راجع ملتي مليونير يعني منهضيلي من السعودية. وفاضي. وقاضي. يعني ده ليس القانون. يعني كان يقدر يقعد يعمل بقى ما يسمى قوانين الشريعة. تقنية الشريعة اللي هو كان آآ آآ عايز نفتكر اسم رئيس مجلس الشعب اللي هو مسك بعد آآ 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 صوفي ابو طارق. ما انجزوهاش لمن كم سنة. ما يسمى تقنية الشرعة الاسلامية. وجابوا محامين وبينهم محامين مسحيين عشان يعنونوا تقنية الشرعة الاسلامية فيه لآخر منتج آآ يعني حتى لما كنا منتكلم عن الشرعة الاسلامية كان متأخر ده ايام حياته محمد ما قالك لا عملناه. وفي متان عالم اشتركوا فيها وعملوا تقنية الشرعة الاسلامية. وده لسبع مجلدات. وعشان انا نوصل لسبع مجلدات لقيت كتاب مقدمة كده للطار البشري وبس ما كنوش تبقع. ليه? لان هي بتوقف ديها بالجالاجة لوida متأكد. لان كلها خلافات وخلافات بقى والشريعة على حاجة. وانا حتى سنتها اقولت. طفا ہوية ذلك لو هي الشراعة اسلامية ليه جمعتم امتين عالية? مش هو كلام ربنا. نعم. وشراعة دينية جايه من فوق من السماء. المستشار علي جريش. اللي عمل دستور اسلامي. تشروع دستورốc اسلامي. ونزل كتاب كده اسمه الدستور الاسلامي برضو في الايام الاسلام السياسي بقى في الاول التمانينات وطبعه. وقال لك ان هذا في الاخر الاخر الدستور. كلها بقى الامام ومش الامام ومساعدة الامام وحاجات كده. وقال لك وهذا قادم من السماء وده سافرهم قادمة من الارض. يخبت كده. طيب علي جريشا ده مش عادة في قطر برضو في البحرين برضو عشرين تلاتين سماء. وبرضو كان مستشار. يعني قانوني. وده للشريعة. طب انت يا علي جريشا عملت الدستور اللي انت بتقول عليه بالقوصين الاسلامي. وعلى تلك عشرين سنة ما انتك في البحرين. ما عملتش ليه بقى ام التقنين اللي هو الشرع اسلامي الجامع عند ربنا. تيجي بقى تروح يا عبدالقادر عودة. التشريع الجنائي في الاسلام. قال لك انا مليتش لما زال الاربعة وخدت بيهم. طبعا فيهم حاجات بشعة. قتل مرتد بقى وفيهم مش عالية قتل برضو تلك. كل الحالات الفقهية اللي محل يعني نقاش وجدال. واللي هي مسيئة لو انت طرحتها في البرلمان. والتي نقتل وانت عيدين ورجلين من الخلاف ونعمل ما عارفشي وكزا وكزا. واللي ما 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 يصليش جاهرة ما عارفشي. حاجات مسيئة وغير قابلة للطرح لو ان طرحت هتوقف ضيحها بجلاجة. سيتقض بنفس الكلام في معلومة الطريقة. جولوا الشباب قالولوا الناس يسألنا يعني ايه حنتبق الشريعة? قال لهم لا. هم يسلموا اللينا الاول. والحاكمية لله. وانه هما بقى لاش حاكمية البشر. وحاكمية البشر يبقى هما مش همين يقولوا ايها صح. وما تكلموا همش في التفاصيل. لما يسلمونا الاول ونحكم. ونعمل الطريقة المؤمنة. نبقى بقى نقول الشراء هي ايه? اللي هو في الاخر هيبقى اجراءات بشرية. اللي هو يعني انت عاوز تقول انه انه يا جماعة في الاخر اللي اللي بيطلع لي. الانتاج اللي بيطلع. كتابات لبشر. حسب حسب فهمهم هما للنص الديني. اه. وعلى مدار تسعين سنة. يطلعون لمنتج. لما عملوا الاخوان وطلعوا في الحكمة. قلت لك مشروع النهضة. وبعد كده قال لك ده كان مشروع تجريبي. وبعدين لما تخش في مشروع النهضة تلاقي كل الكلام اللي قال له طوع الزراعة في الزراعة واللي قال له طوع الاقتصاد في الاقتصاد. الكلام اللي هو موجود في السوق. لما كان عاملين منك افكار وعملين كذا. ونعمل في السرعة السنكية كلها منتج بشري. كله يعني كمان فيه مبالغات او فيه ايه اه الوهم منه اكثر من الحقيقة بس ماشي. يعني فينها احده اللي موجود عند الاحزاب التالية. بس خليني برضو خليني يعني اه يعني ابقى محامية ليهم شوية يعني هما برضو. في بعض الناس يقولك انه الاسلام اه يعني حياة اسلوب حياة وفي نفس الوقت السياسة. يعني القدوة بتاعة المسلمين هو النبي محمد. النبي محمد كان زعيم دولة. او يعني نقدر نقول شبه دولة ليست دولة بالمعنى المتعارف عليه بالشكل الموجود. يعني مثلا في ايه بتقوله ولم يحكم بما انظر الله فاقول لكم الكافرون. فانتوا بس تقولي لا ما نحكمش بالشريعة الاسلامية. اه اه دي المشكلة. اه. ما قال لكم انظر الله فاقول لكم فاسقوهم والكافرون والظالمون. قالك اللغة بتتغير معنى المصطوع من مكان لمكان. فكرة الحكم باسم الدولة اللي هو موجود حاليا ده مش هو الحكم تعزماني. الحكم اللي هو بين متخصمين. المقصود بالحكم ما بين متخصمين. هتحكم بالعطل. مش مقصود بها الحكم بمعنى الدولة. كلمة الحكم بمعنى الدولة ما كانتش معروفة نهائي في اللغة القديمة. اللغة العربية القديمة. لنما الحكم معناها القضاء. انك ستحكم ما بين متخصمين. اه. تحكيم. كده دي فكرة. فانت لما تكون عارف فين الظالم وين المظلوم. وتحكم للظالم ضد المظلوم. فأكيد هتبقى يا بيبقى انظر الله. فعلا هتبقى فاسق وكافر يعني. يعني قصدي ايه? يعني انت بتحكم متعمدا. عمدا متعمدا للمظلوم. للظالم ضد المظلوم. مش عارف كنت عايز اقول ايه في القضاءة دي. اه موضوع دولة الرسول. وده مرضو كان حوار بيني وبين دكتور من طول اصهر على الهواء. المهم فقى دولة الرسول دولة صغيرة جدا. يعني خلي بالكم الرسول طالع في بدر بتلتمية واربعتاشر وواحد. بس وقا ساعتها طلع يوقف في القافلة وكلامين. طب فوقحد. احد بقى وقف في في المدينة. وقال لهم يا جماعة ده قريش طلع برجالها وفرسانها وبتاع وعازين طلعنا قابله. طبعا هو كان العهد بينه وبين اهل المدينة اللي هم مش وسانيين وهم مش كل المدينة اسلامة يعني. اه ان هما يدفوا عنه جوه المدينة مش بره لايه? مش بره المدينة. بره المدينة دي اختيار. فقال لهم يا جماعة انحارب جوه اللي بره. انا شايفني جوه. استنام جوه. بحيس لو استنام جوه. حيضطر الوسانيين واليهودي اللي موضي في المدينة يدافعوا معاه. تبقى للاتفاق وسيقة المدينة دي. بس لو هجوم على المدينة اللي هيهجم مش هيفرق بين يهودي ووسني ومسلم. اه القبائل هتخش تكسح. وكله هتاخد سبايا وكله هتاخد غلمان هتاخده عبيد وانت هنا. فانت لازم تدافع عشان الموضوع ايه? ما فيوش زر. فالشباب حسن ده ضعف. وقال لك لا نطلع بره الايه? بره المدينة. فالمهم بالرسول لبس يعني خلاص بقى عدة الحرب والخوزة والبداع والسلف والدراع وكلام بين ده. فايه? اتناقشوا مع بعض الصحابة يبدوا ان احنا ارغمنا الرسول. فقالوه طب يا رسول الله لا خاصة ان هناخد بكلامك احنا وضع ان احنا ارغمناك. فقال لك ايه? اه ما كان لنبينا ان يكون لبس سلامته وان يخلعها. يعني لا مش حينفع بقى ايه اللعب العيال ده? وبنرجع في كلامنا مش حينفع. طلعوا يحاربوا. كانوا كام واحد? كانوا الف? رجع عبدالله ابن بابن سنوه رجع في كلامه. بتلت الجيش بقى سبتمها وكسر. بقى لاش احو. نيجي بقى على الخندق. الخندق قريش قالت لغطفان وقالت مش عارف لو تقنجده. جمعت بقى ايه? كام واحد بقى? عشر تلاف واحد. اربعة من من قريش والقبائل تحتيها. وغطفان كانوا الطائف جمعوا بيت الست تلاف. بقى عشر تلاف واحد حصروا المدينة. المدينة من كتر الرعب. عشر تلاف واحد قال لك كنا من نخشى ان احنا نقضي حاجتنا. ومرعوبين مش هنعرف ندافع. معنى كانوا اقل. اقل بقى بيهدهم بوسنيهم بكل حاجة. فقال لك نحفر الخندق. جيش سبان الفريسي قال لك احنا كل ما بيحصل معنا كده بنحفر الخندق. وهو كان على شمال المدينة والمدينة مدينة حرتين يعني انطلق جبالية مفعش تحرك في الفرسان. والجنوب كان آآ يعني زي غابة كده من النخل والذرع مش هينفع مرضو الفرسان يتحركوا فيه. فكانش فيه للشمال. فجمع للشمال راح حفرين الايه? الخندق. وقعدوا مرعوبين شهر. مرعوبين شهر. يخافوا يقضع حاجتهم عشر تلاف واحد. معنى كده ان عدد الفرسان اللي جوه. ان المفروض ايه? ان كان منكم مقتل يغلبوا مقتين. على الاقل يعني. بعد ما نخفف عنهم. عاكي ان هم كانوا اقل بخاف ما استلاف فانس. يعني مش عايز نقول ان المدينة كل الدولة دي ما كانتش تيجي حارة في مبادة. عندنا فرسان. يعني عشان بس تخير الدولة. طيب نيجي بقى لدولة الرسول اللي هي الدولة الصغيرة دي. اللي هي مدينة صغيرة وبدأ يحكم زي ما الناس ماشية. ما قالوا الناس ماشية ازاي? كان بياخد افضل الاحكاية. يعني لقوا ناس ما بتورسش البنت خالص. وناس كان بتورس النص على فترة. يعني هو مش ما خالد. ما ما. هزا المنتج ما انتكش من فراغ. لأ كان في احد الحنفيين في القريش. لما جيه ورس عطى البنت نص الولد. فخذ افضل الموجود. وخلى البنت تاخد نص الايه? الولد. النص القرآن يعني توفق مع المجتمع اللي الموجود فيه. طيب نيجي المجتمع ده. الرسول اللي ما يجي تصرف اي حاجة. يسألوه. ده شرق ولا واح. يقول لهم. لا ده رأي ولا وحي. يقول لهم لا ده رأي. يعني الحباب دي المنذر في بدر. لما قال لهم ننزل هنا قال له حد elevate رأي ولا واحي. قال له لا ده رأي. قال له لا ليس هازم الرأي. لما جيه قال لهم لا تقبروا النخل. لا تقبروا النخل. يعني متلقهوش النخل. سمعوا كلامه. السنة اللي بعديها البترول كان زي من هو الطمر. يعني ا havia pengهم استقولوا وقال loro انتم اعلم بالسؤول ادنياك. بالسؤول ادنياك ومعنى كانه كان رائع مين اللي قسم التأسيمة دي الفقهاء على فكرة بشان يعني الفقهاء الإسلام قسموا حيث الرسولي المدينة نفسها بتلت أقصير قسم تشريعي وقسم اجتماعي وسياسي وقسم عسكري أو سياسي قسم عسكري وسياسي وقسم اجتماعي وقسم ايه تشريعي طب مين اللي يقول بقى الحاجة دي تشريعية ولا السياسية والاجتماعية يجي الفقه يتحرك زي ما قلنا زي ما عمر ما تحرك في نص القرآني وقالك ده سياسي مش تشريعي وغير ملزق ده فين في العصر الاول يبقى ايزا هم نفسهم اللي قلوا التأسيمة دي لان القرآن نفسه نزل عاتب الرسول في كتير لما تحرمها حل الله ولك تبتغي مرتد زوجاتك عبسة وتولى انجاءه الأعمى وما كان نبينا ان يكونها الأصل حتى يصلنا في الأرض او فلما قادر زي دوب منها وطلق زوجنا كها يعني مهم يعني ايه يعني نزل القرآن يعاتب الرسول في أكتر من موضع وينزل ربما لموقف عمر او اهلال ابن أمية موضوع الملعنة لما قال بقى يحلف أربع مرات وهي تحلف أربع مرات لما قال له ايه تجيب أربع شهور قال له جيس عبد بن عبادة قال له أهزا واحد لما هو جي اهلال ابن أمية وقال له شفت المطي بتزني مع فلان حدد شخص معين يعني فتبقى النصر القرآنية قال له لا أهزا أربع شهور سعد بن عبادة أم من المجامع وقال له هزا واحد وطلع ساب المسجد ومشي أربع شهور دي ايه دا راح شاف راته تزني راح نزل الملعنة اللي هو ايه تحلف أربع شهادات وهو يحلف أربع شهادات والخميسة قال لها لا يعني كانت نكازين وعني زي وقات حلفة الخمس مرات وقالت لا نعير قيلة بعد كده انها قالت لا نعير قوم وقال لك الولد شبه فلان اللي قال له عليه دا اللي هو ايه قال لك لو الولد اللي خلفته دا طلع كذا وكذا وكذا يبقى شبه يبقى هو ابن فلاء اللي زانت معاه وطلع فلان شبه الولد المهم يعني فنقصدي الشهات موقف ان احنا كلنا نكلم عن المجتمع الصغير والاحكام نزلت متوفقة وزي ما قلنا الحياة متقسمة يعني حتى يقولك ايه المعصوم المعصوم اللي بقى في الشقة التشريعية او في الشقة التبليغة عن ربنا انما بقيت الامور الاجتماعية والثقافية والسياسية كان القرآن بيعدلها وبعدها كانت متوفقة بس ينفعلنا عدلها يعني اذا احنا مش ملزمين بكل مدار يعني طبعا بقى المتزيدين بقى يقولك لازم ناكل عالارض وناكل بتلت صوابع ونلبس جلبية قصيرة ونقص نقضي في الخلاق وحاجات بقى الهبل بقى دا هم دا كانت مجتمع بدون ما يعرفش الحمامات والتاع وحاجات زي كده وكانوا بيطلعوا يقضوا في الخلاق وحاجات زي كده دا كان ساير زي زمانه لما راحوا بعد كده بقى فارس وشافوا بقى الخصور والفخامة غيروا بقى لاش كده ان انا فاكر مرة اه فكرتيني بقى وانا مع عبد المعنى المفؤاد احد الشيخ الازهر يعني كتبت الازهر كنا في حالة على الهواء فقلت فكانش عدتكلم عن الحجاب وقلتوا على فكرة انتوا بتشرحوا الناس كلام مش صحة والمجتمع الحالي المجتمع اللي كان موجود ايام الراشدين حتيت حتى الراشدين ما قلتش اتكلم عنه بو كان اكسر اباحية من العصر الحاضر وان البكيني دا حشمة بالنسبة للي كان موجود زمان انت هم تقول ايه قلتوا لا بوجودش حاجة الفقر بيقول مش انا بيقول هم دلوقتي راحوا فارس والروم وجاء عشرات الالاف من الجواري عشرات الالاف من الجواري اللي هما بقى ايه من فرصة يعني اللي هما اوكرانيا الجمال بتاع اوكرانيا وروسيا اللي احنا مشوفهم دلوقتي يتبقوا حاجة يعني ايه تقيقة الجمال وروحوا جوه بالروم لما هو جاي حارف في الروم مرة للصحابة قالوله او النطخين قالوله لأ ان نخشى بلات بني الاصر اللي هما الحرون دولا مهم يعني ايه فالجواري مالي في المدينة قال انه مش عارف موصل مرة جاي حق الاخباس بتاعت المدينة مش عارف ستلاف جرية وفيه كلام عن ستين الف جرية خلينا في ستلاف جرية ده الاخباس خلي بالقى يعني اذا في ستين الف جرية جوم المدينة اللي هي كلها عشرة تلاف واحد ده الخمس بتاع الايه بتاع المدينة والاربع تخمس بيتباعوا الاربع تخمس اذا كان في ستين الف جرية ففيه تلتمائة الف جرية تانين مع العساكل ومع الجنود طب جوم خدوا الجوالي دول اخدوا عشرين تلاتين جرية عاش معهم ايه شهر عسل طب عايز ايه يجع على الحرب فقه فعايز يبيع دول فكان بيبيعهم في سوق النخاس الستين الف جرية بتاع الخليفة كان بيوزحهم على البيون طيب تيجي بقى الفقه يقول ايه الاربع مزاه عورة الجرية من السر الروم عورة الجرية من السر الروم وزمان ما كانوا الشعراف والملامس الداخلية يعني ما كانش فيه حمالات صدر معنى اصح ما كانش فيكو تونيل ما كانش فيكو تونيل فمعنى اصح ان الجرية دي اللي هي جاي من اوكرانيا ومن روسيا ومن الروم وبتاع لابسة فوتا حوالي ونسطها لابسة فوتا حوالي ونسطها وما فيش حمالة صدر يبقى البكيني ارحم ولا دالة ارحم طيب طيب الستين الف جرية بقى بتحركوا في المدينة وستين الف تانين يتباعوا من الداخل الفقهاء يبرع له ايه قال لك اصولنا ان هن يروحنا ويجاء ان هن يروحنا وايجاء قال لك ما كانش في بيت في المدينة ما عندوش جرية ايه كانوا هايسين يعني اه يعني البنت العربية دي قال لي لأ ومش لأ ومحصلش قلتوا محصلش ايه قول للجمهور بلاش كده قلتوا له ومش هيقول انت يا جمهور كنت عالشاش اعملوا سيرش دلوقتي وهاتوا عورة الجرية وهاتوا عورة الايه الجرية وشوفوا فقه الايه من الصورة للرجبة فايزا اللي هي السبتة العربية دي اللي هي السمرة الكوتة اي ان كان يعني اي ان كان يعني عن شكلها لابسة لابسة اي ان كان بقى حجاب ولا انخاب ولا بتاع وقاعدة في البيت وفيه ستين الف جرية راحين للسوق جايين من السوق راحين جايوا مياه من الابير وراجعين جايوا مياه من الابير اللي ماشيين ماليين ماليينة دو كلهم ايه ماشيين ازداءهم بتتدلى وجسمهم كله باين ولابسين فوتا من غير اندر وي ماليين المدينة ده الواقع اللي كان موجود في عصر الراشدين بعد الفتوحات ده العصر وكان جنب بتاع التناطم كده فيه سوء النخاس وكان فيه تقييم يعني يخلي ان ابن عباس يعني لما اخذ يعني زي البهايم بيقيم الانس يبدأ بقى ايه يجس ويشوف السسترون ويشوف الايه ويقول لك دي تسوي كذا ودي تسوي كذا يعني كان من حق كمان المواطن بعد ما يشيرتنهم كده طماطم يروح يعين البضاعة عجبته وياخد ما عجبته شوه يشيري بقى يجوفه ويكمل يروح يعني قصدي ده كان السوق توصل السوق كده لهذا ده المانشهد اللي كان موجود ما تقوليش بقى يعني ده عارة في تركيا ولا ده عارة في اوروبا ولا ده كان الاسوأ يعني هذا الواقع فما تدوش حاجة تصوروا الناس صورة مش صحيحة ولما نحب نبين الجزء الحقيقي من الحقيقة تمتعده وعلى فكرة كنت مرة متلقش مع مجموعة من اصدقاء يعني كلهم جامعيين وكنا في احد المرافق الحكومية يعني وجي النقاش وهما طبعا بسميني العلماني وبتاعه عاد زكا فايه واحد قال لي قلنا بقى حاجة بقى افتكسات بتاعتك دي وان انتقش فيها كنا عديد فضيين فالما قلت لهم ايه جاء حطرحت لهم قال لك لأ ومش ممكن قلت لهم يا جماعة مش فيه سيش ونزلت لنا بقى ايه قلت لهم خفت ليه قلت لهم خفت ليه ليه بقعتوا يا جماعة جوجل وانا هروح الحمامو جايلك طبعا جيت لهم بتخنقوا لانا فعلا راجعوا للفقه وايه وهو جاب رأيي مش عاف شيخ الاسلام الانتايمية يقول لك لأ ما عافش تلبس ايه حاجة تانية مختلفة قلت له الشيخ الاسلام فين الاربع ام فين الاربع ام بتقول خالن اول هجلي والتاني هجلي مقول الانتايمية ده ماشي مع الوهابيين يعني حطوا فطبع على مذاكهم اذا كان هو بقى متسوس يعني على ابن تايمية فبمكن يكون حطوا ايه حاجات مختلفة قلت له روح للاربع مذاكب ده فين تون المذاكب الاربعة فطبعا انا مراجع للمتون ده وفعلا بايه من الصورة الرجبة فاذا الصورة الناس كلها ماشي بقى بخيم كده وماشي بقى مغطية عنيها ووشها وماشيين في الدور كان عليه في البيوت ده لو كان حقيقي انه هما يعني وطيه والشوف لان حتى نص القرآني مش صريح لانه عارف ان فيه نسبية وفيه مجتمعات متنوعة وفيه مجتمعات مختلفة وانه حتى يودي ثقافة الجزيرة العربية خلي بالك الجزيرة العربية لازم بيغطي رأسه الرجل والست ليه فيه رياح ربية او فيه شمس محرقة هتفعي هتحرقه فلازم يعني اللي بيغطي رأسه ومش الست الست والراجل طبيعة المناطق الصحراوية كده ولغاية دلوقتي زي ما بتشوفي العقال والغطرة واخدنا ما استخافة القديمة نعم واخدنا ما استخافة القديمة تيوشه من الرمضة ولي عجب تفص فده طبيعة طبيعة المكان طبيعة الصحراء كده مش حاجة تخص وواحد معالة بيقول لك اسواق النخاسة اسيريا نيشن تحياتي اللي بيقول اسواق النخاسة والعبيد كتس لا والله يا ريد اسواق المال في بورصة وبتاعه وكلامين لا لانا بقول لك جان بتاع الطماطم في السوق كده في واحد بتاع فراخ واحد بتاع الطماطم وفي النص واحد بيبيع جواني وبيعريها كاملة يعني عشان للناس تشوفها يغطيها اه كده من الصورة الرجبة بس لما يجي لحد يحب يتفرج يعرهانه عشان يشوف البضاع نعم فده الاسواق اللي كانت موجود اللي هما بقى ايه يعني اجمل فتاة اجمل من العرب كتير طبعا انا عاوز نسألك سؤال جريء شوية يا سيد سيما من خلال يعني احتكاكب العلمانيين والمتدينين كده مش شايف انه كتير من الملحدين متسطرين وراء كناع العلمانية يقول لك انا علماني والتاع اه بص اعرف اعرف واحد كده يعني بشكل شخصي انا كنت موجودة في ندوة كلام صريح اه كنت موجودة في احد الندوات بالمناسبة في الجلسات الخاصة انا ملحد انا ملحد بس مقدرش اقول كده فبتسطر حول العلماني هل ده صح؟ تمام كل ملحد علماني انما ليس كل علماني ملحد عشان يكون صراحة موضوع التسطر مبرر لبعض المفكرين وكده ليه يقول لك تتكلمي فرج فودا اللي عمره مقاعلة الالحاد وبالعكس ده كان بقولك انا عايز اخلي الاسلام في اعلى عليين ويحتكش بالسياسة وعجلت زي كده اتقتل وتكفى وتقتل ده بس الكلام نجيب محفوظ في محاولة ده قتل بقى محاولة تقتل مكرم محمد احمد السلاب نفسه مواصلات قتل ليه لعشان قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة اتكفر وتقتل اللي قتلوا ما ندموش على فكرة شايفينه هو ايه اه كان نستقل بعد كده المراجعات الاسلامية وكلام من ده انما اه اتقتل لانه تم تكفيره وبعدين مكرم محمد احمد بقى ما حد اعلن الى احده وتعالل فيهم كده فبقى لك واحد يطلع يقول لك يعلم الى احد فمبرر ده غير كده غير موضوع القتل مفتر مش هتقتل فيه كلام عن الميراث وانه ما اندفنش في مدافن المسلمين يعني فلوسه ما يتروحش لعيانه او هو لو ابوه مات ما يورسش فابوه او مراته تتاخد منه تنفسر عنه مراته تتطلق منه فانت بتكلمي عن تبعات فقهية في منتهى الخطورة فده مبرر في في مصر ولكن مش هتر الاصل اننا فيه ناس مصريين مسلمين وفي منهم مسيحيين بس برضو يعني انا انا فهم انه يعني اصد كل ملحد بالتأكيد هو علماني مش هقول لك هم تبقى شريحة مش كل كل علماني ملحد نعم لكن انا بتكلم في الناس دي يعني قولك انا علماني بسو يعني بيتسطر انه بيقول مسلم هل شايف انه ده هيقدي النتيجة يعني احنا شفنا المفكرين برا كانوا يعني فولتير وغيره كانوا بينتقدوا الدين بشكل صريح والكنيسة بشكل صريح مش شايف انه الجرأة الجرأة مطلوبة لاحداثها غير حقيقة في المجتمعات تمام الجرأة زي ما قلت المجتمع يعني هو مرة ابراهيم عيسى قال حاجة مهمة جدا ابراهيم عيسى قال ده اللي بيحقق مع الإخواني جوا الجهاز من الأجهزة يعني هو أصلا مؤمن بالشهر إسلامية بس شاف انه مش نفعش دوبة لتطبقوها يعني برا قال كده فانت بتتكلمي ان الجيل بتاعي ده ما عارش نتيجة لسه من الجيل الصغير الجيل بتاعي ده نصه الترابر السعودية ابو كان مدرس ابو كان مهندس ابو كان معرفش ايه فعاشش السعودية فترة وعاشش الخريب بتأثر بالستقافة مش عايز نقولك ان في ناس راحت شعوعية شعوعية بمعنى إرحاد بشو معنى الشعوعية الاشتراكية يعني راجعوا سلفيين وخلاص بقى توفق مع المجتمع وطبع عادوا سلفيين والشعراوي بقى والغزالي والمصطفى المحمود والعلم والإيمان وفترة السبعيات دي كلها اللي اعشنا فيها كلها أصرت في الناس فالناس بقت مقترعة بشمولية الإسلام والإسلام يعيش من كل مجال قبلاش كده أنا لسه فيه تقرير كان مجد يخليه لعمل فيديو فرجعت تاني للتقرير ديو بتاع الأبحاث بتاع أمريكا وبيعمل حاجة سنها دراسات الشرقية البحث راجع لأفين وسبعتاشر بس هما عملوا دراسة اللي عايز يطبق الشريعة في المجتمعات المسلمة لقوا مصر أربعة وسبعين وهي الأقل العراق مش عارف واحد وتسعين اندونيسيا مش عارف كم وتمانين المغرب مش عارف واحد وتمانين هو طبعا ساعتها مجد خليل قال واللي عايزين يطبقوا الحد أربعة وتسعين فلا يتش موضوع الحد لأنه مش ما أقولها مش ما أقولها أربعة وسبعين عايزين يطبقوا الشريعة وفي أربعة وتسعين عايزين يطبقوا حد ردة الشيات في الموضوع إن مصر هي الأقل في الدول العربية الإسلامية ما انت لو روحت معصومة مشكلة عاملة وتشويه قوانين وضعية ولا قوانين إلهية لو ما فيش قوانين إلهية فطبعا انت لو روحت الواحد كده طالع من خمارة وقلتولو إيه رأيك يطبق الشراء الإسلامي والقوانين يقولك طبعا الشراء الإسلامي ساعة لو نازم بالضعارة كده يقولك هل يطبق عليك لحد يقول طبق عليك مش مشكلة بس لازم نطبق الإسلام فنازد إيه الثقافة جات كده فأربعة عشر من دي رقم فلك خلي بالك نحن فيه مسيحيين وفيه وحديين معنى كده ان كل المسلمين يعني تبقى كلامنا قلتوا بكده وقالوا علي جمعة في بحس قالك وجدت إن اتناشر ونص في المية قالك عملنا دراسة يعني جدنا عينا عشوائية من الشباب وسألناهم بعض أسئلة يعني علاقتك بربنا ايه علاقتك بالدين ايه يعني انت مؤمن المهم لقوا هو علي جمعة يقول في فيديو ومصور قال فجئنا إن نسبة الملحدين اتناشر ونص في المية وكنا فاكرين اتنين أو تلاتة في المية وفيه نص طبعا الملحدين يقول لك لا ده النسبة عشرين ده النسبة خمسة وعشرين بس هو متلا البحث ده بيتعبل ايه سري يعني من حقك ما تفتبش اسمك فالنص دي ايه فاللي هو حتى اللي انت بتقول عليه ده اللي هو بيتسطر علمانية لو دخل في دراسة وبحث زي كده حيكتب طبيعته عادي ما هو مش هكتب اسمه بحيث نص للمعلومات حقيقية فلو من الكلام عن اربعة وسبعين في مسيحيين ايه كان بقى فيه خلاف بين النسبة عشر واثنشر سبع ايه كان يعني النسبة للمسيحيين وفيه ملحدين ده غير الطريق المدني معنى كان لكل المسلمين عاديين كلهم على تنبيل الشراء الإسلامية نعم انت متخيلة يعوش بالدولة الدينية يعني يعني بمعنى ايه مثلا يعني مثلا السوريين وال لما داعش مسكتهم او داعش احتلتهم عرفوا فاهم مش شايف انه اعطاء الحرية يعني انا عارفة انه انه في بعض الناس يقولك لا ما ينفعش حتى لو باي شكل نوعة الحرية انه ناس تقيم الشريعة وتقيم الدولة الدينية بس انت بشايف انه اجربة هي فعلا اللي بتفوق الناس هيدا بتعمل لهم شك اه ما كابلتش كلامي بقى اللي كنت عايزة اقولهولك اللي اعلن الحدو زي احمد حرقان حصل في ايه اللي اعلن الحدو زي الشام المطر حصل في ايه فالدولة الدولة وقع تحت ضغط انها بتحرج الدين بس ما عليش برضو يعني بتهد المساجد يعني احمد حرقان احمد حرقان صديق وكل حاجة بس انا بتكلم على المفكرين النز المفكرين اعتقد ان احنا عندنا مفكرين انا ما بقولش ان احنا مصر خليها من المفكرين لا طبعا عندنا ناس كثيرة فيه مفكرين وعلمانين بس ده ليه بيخافوا يعني ليه بيخافوا يطلعوا يقولوا انا كذا ما لازم لازم يبقى فيه صدمات ولازم يبقى فيه تضحيات ما فيش تغيير بدون تضحية اللي صرح اضطر يسافر برا البلد زي حامد عبدالصمد او زي طبعا نشيل جابل ما اعرفش جوه ولا برة انه واضح انه بطلعش اللي من دول واضح انه جوه برضه فالدولة مش قابلة يعني الانظام مش قابل انه يبقى فيه تصريح بهذا الامور شايفيني ده ضد الامن البقاء القومي شايفينه انه هو يهد للسلام الاجتماعي شايفينه الدولة مازالت سلفية ومرتحشة وممكن يكون يعني اللي عمل قضية الخمس اطفال كان فيه خمس اطفال قضية كده في سنة 2014 ومثلوا كده ايه في عيد ميلاد ومثلوا فيديو وهذا كده يمكنهم داعش اللي عمل الزراق ديان ماشي اللي عمل التقريب مين شيخ سلفي لا اللي عمل التقريب صبت قبل دولة واخدوا سجنة خمس سنين طبعا كانوا هاربوا بقى لأسباني واخدوا الجوء السياسي وبقوا في ريح المصر فمش عايز نقولك انه بعد اجهزة الدولة مش قابلة مش قابلة ان حد يطلع شايفيني ده يعني سواء هو بقى قناعته كده انه هو متدين وانه ضد الدين وكلام مين ده او بلاش انه هو متدين وممكن يكون هو نفسه ملحد بس شايفين ده يهدد للسلام الاجتماعي وانه احنا لو سبناهم كده حيقولوا بس قهد الدولة يتشجع الملحدين وحبس المسلمين اه ما هو فيه فيه سيف مصالط عليهم بيعملوا نوع من التوازن بيهدوا المساكد ما عارش بيعملوا ايه ولزاك حبط ولما يحصل مثلا نفترض الكشح ولا ما عارش الست اللي اتعرض دي بتاعت المينيا بيدخل اجهزة الدولة بنفسها بتعمل توطيب خواطر وتهجر الاسرة المسيحية اللي تظلمت بس ليه مش عايزين دوش مش عايزين ايه دوش مش عايزين دوش حط ايه طراب على الجرح يعني ايه يعني خلاص موت الموضوع عشان يطلع حد يقى في الاعلام ويصرح فانا عايز نقولك ان انت flexible الاسلام نقولك بقى نقولك بين الاسلام نفسه فانا ما بقولش انهم يكونوا يكونوا هم يعني عارف انت نقولك من التراس الديني نفسه في موقفين في تراث الدين في خباب بن عدي وزايد بن سنة دول اتأثروا في عملية غدر كده خد واحد قال له ما انا عايز احلق انشر الاسلام وهتولي ناس سلع معي فبقى ستة فأأثرهم وبعهم بقى منهم اتنين له ايه لقريش خباب بن عدي وزايد بن سنة علقوهم وجلدوهم وبدأوا ولعوا نار وبقى قطعوا من جلدهم ويرموا في الايه من لحمهم ويرموا في النار وقال لهم اشتموا الرسول وحنسبتوا اشتموا الرسول رفضوا وماتوا والرسول نعاهم كويس كده جميل زي الفلد جاء عمار ابن ياسر عامره في نفس الكلام راح شاتب الرسول فسابوه فراح يبكي للرسول عليه ستة السلام قال له اذا اشتمتك وتطريت قال له ايه قال له وان عادوا فاعد يبقى اذا في العزيمة وفي الرخصة في العزيمة اللي هو بقى يصرح ده وتقطع من جسمه كده زي الخباب بن عديد وزايد بن سنة وفيه اللي خد بالرخصة زي عمار ابن ياسر فلا ترفضي ده بس بس فيه هنا مشكلة فيه هنا مشكلة انت دلوقتي انت بتحاول صراعك ايه في الاخر انت صراعك انون عالم تبقى كويسة انت في الاخر بدافع عن قضية انت فكرت لي اول فيديو عملته على احمد حرقان لما اعلن اسلامه كثيرا ديعا كده اه فاكران اه قلت هل اسلم احمد حرقان وقلبوه متمأنه بالالحاد وقلبوه متمأنه بالالحاد لان كانت واضحة انها خدعة يعني انا فاهم اه باشي بس انا ايه محظوظ الرجل عيني محبوس لما كانوا بيسألوه يا سباب ايمانك ايه قول انا على ايمان العجائز انسان ما يقولش ازباب اه لا وهو حتى تبرير ويقرأ قراءة بالتجويد ماشي ما تقرأ قراءة بالتجويد ما انت حفظ القراءة كويس يعني كانت سلافي وحفظ القراءة بالتجويد انه ما ما قادش حاجة ما تراجعش ما قادش انا قولت كسب كنت غلطان لا ما حاولش راجع فانباين عليه انه عاصر على نفسه لمونة اساسا اه بالزبط اه فانعاصدي ايه فانعاصدي عايز نقولك ان ايه من ناحية الدولة الموضوع بالنسبة لهم صعب لكن انا انجلاتي بتكلم في نقطة اللي هي انت صراعك في الاخر ايه صراعك انت عاوز انت قضيتك بتشوفها عادلة انت بدأت عن قضية اخلاقية عاوز الناس تبقى حياتهم افضل هل بات يتم عن طريق خداعه انا مثلا انا بقى بقى حدوات لا اقول لا ده الاسلام يا جماعة هو اللي بيحس على الانفتاح والتعارف والحب وشايف انه دا يعنون من الخداع بردو ما زي ما قلتك بقى هو عمار بن يسر هو فانقصي الشات في موضوع ايه انا حتى قلت ان فكرة انه هو اه مانا برضو انا مبتقش مع احمد حرقان ان اخشته في موضوع التبشير بالالحاج يعني هو فيه ناس اللي انت بتشوفه تنورين وبالكامار الدول المدنية سواء بقى انت اه بعضهم في الغربة حرف المغلقة بيقولك انا مولحد بس مقدرش يسرح يعني دون ذكر الاسماع عمد كان عندنا احمد سام بيصرح احمد دونو وبيصرحه أه بكررعوا انه ما بيصرحوش اه يعني ما بيصرحوش انهkrانre قد اقول ايه انا قصلي شات في الموضوع ايه انه هو آه يعني tossedوات دول المدنية وبيتكلم عنه آه قلت niveau التوشير بالالحاج اه للتوشير بالالحاج فقلت فولتير قال اه منسوبة لف جوابinka كم ده صحتها قال انا مولحد شريف ولكن أنا أريد أن تكون امرأتي متدينة عشان ما تخلنيش وخادمتي متدينة عشان ما ما تسرقنيش ففكرة أن في ناس برضو أنا مش بلسق وليع عرفهم ناس ملحدين على قيمة الأخلاق لأنهم تربي كويس ومني ناس وكلامين ده فتعب الأخلاق إنما أنا بنتكلم عن عموم المجتمع دلوقتي في احتمالين الراجل اللي بيؤمن وبيزداد إيمانه وبيتوب ممكن يرجع على أخلاق كان زير النساء وكان بيشرب خبور وكان كذا والحكاية والرواية كان كذا وكان فاسد وفجأة بقى إيه يجي في سن معين كده هتصلوا صدمة فيرجع يتوب ويبقى أخلاقي لأنه خايف من ربنا لأنه هو في جنه في نار إنما اللي هو واحد ينتقل مربع الإيمان لمربع الإلحان في احتمالي إن هو يستمر على أخلاقه وإن هو ما يستمرش على أخلاقه لأن المساطر من الناس كان الديم قيده حتى يعني حتى على المال الحرام حتى على النصب عندك مدارس كتير للإلحان كمان يعني مدارس فكرية كتير للإلحان ما هو ماشي في القصدي ممكن بمنتهى سهولة وعلى فكرة تشوفتها في واحد شروعي يعني فعلا ما فيش أمانة يعني وزي ما قلت فيه ناس مرحلين طبعا شرفاء بس أنا قصدي الاحتمال الأكثر الناس داخت مربع الإيمان كبارة مربع الإيمان داخت مربع الإيمان في احتمال إنهما تفضل أخلاقهم فازدة مش كل المسلمين يعني أخلاقهم كويسة والاحتمال إنه هو في لحظة لحظات يتوب يرجع لربنا يبقى راجل إيه موطن صالح يعني الاحتمال ده قائب واحتمال ده قائب إنما الانتقال مربع للحياة حيبقى فيه احتمال إنه هو يبقى على أخلاقه إنه هو ابن ناسه متربي ويستمر على أخلاقه وإنه هو ينحلط أو ينفلط أنا الانحلاف عندي مش مع موضوع العلاقات النسائية يعني يهمني قوي الاخلاق الإنسانية مع المجتمع التاني الاخلاق الاجتماعي الاخلاق الاجتماعي ده ممكن يسرق ممكن ما بقاش أمين ممكن يبقى فاسد ممكن يبقى مرتشف ما هو شايف بقى ما فيش عقاب فانا دلوقتي هي الدنيا اللي أنا هعيشها بس نشايف اللي فيه عقاب أخراوي وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا فأنا اللي غلبه وليعبه اللي هتقوله وحعمله حيطبل وينافق ويوعب كل ايه حاجة ما فياش مشكلة كل الاخلاق سخفت عنده لأنه عنده الدنيا عايز يعيشها فالدنيا عايز يعيشها هتقوله لكل طبعا زي ما قلت فيه الانهاي الكبير احتمال تاني انه هو يبضل على اخلاقه لأنه يناسه متربي واني شايف ان هذا العمل فاسد وانه لا يصبح فاحتمال انه هو يبقى مواطن صالح خائم واحتمال انه هو ينحرف ويبقى مواطن غير صالح محتمل إنما اللي هيروح بربه على الإيمان كنت عاودة أسألك يعني هل التبشير الانحادي ده أو هل الملحدين أو الخطاب بتاع الملحدين ونقشتهم الدائرة هل بتفيد في فراء العلمانيين هل بتقوي جبهتهم ولا بتضعفهم وبتصير حولهم الشبهات لا أنا شايف انهم يعني في صالح العلمانيين ليه بقى لأنه هو لما بيهت الشيوخ بشبهات وكلام بيضطر الشيوخ يدفعوا وأحيانا بيضطروا يتراجعوا فان حاجات ممرة عبدالله روشدي قال لك لا ما وفيه حاجات في البخاري ليست على شرط البخاري فان حتى في فيديو قلتلهم تبديد عانتم عندكم جامعة بالأزهر أكبر جامعة في مصر لها فروع في ضمنهور وفي منصورة وفي مش عارف في الصعيد وفي مش عارف عشرين تلاتين فرق بيشوف بقى بعشرين ألف دكتور ولا يده مرة واحد كان معايا من طوع الأزهر قال لي احنا اتناشر ألف خليج طيب كل رسالات الدكتوراه دول ما فيش رسالة الدكتوراه قال لي فيديو اللي على شرط البخاري جوه البخاري وإيه اللي مش على شرطه فانا قصد الهت بتاعه يخلي الشيوخ المتشددين الراديكالين يبدأوا يقدموا قراء متسمحة يبدأوا يقدموا قراء مختلفة يرجعوا خطوة الوراء ضغط ضغط مستمر اه مرة وانا في حلقة من الحلقات كان برضو معايا 2-3 شخص من الأزهر فقال لي قلت له قلت له لازم تلقوا جهد الطلب وتقوله فيش حاجة تلقى حاجة الردة قلت له حاجة تلتة مش فاكر ايه فقال لي لأ ما احنا هنخلي الاستتابة طبقا الفقه المزاهب يعني ان انت ايه تستتاب تلات ايام ثم تقتل اللي هو ايه اه وطبعا الشعراء اللي خليها على اللي ما يصليش بس خليها على الملحد حتى فقال لك يستتاب تلات ايام ثم ايه ثم يقتل قال لي لأ احنا احنا ممكن نتطول الاستتابة شوية قلت له عطولها يدخليها شهرين ثلاث وشهور انت قلت له تعارف انه في كلام انه بقى يقولك انت من حقك ان انت تستتاب الى ملا نهائي ما هو ده اللي قاله بس قلت له انت هتقول هزا الكلام ما هو قال لي على الهوى كده طبقا انت قلت له بس جابها من ايه ده مشكلة انت لو انت بتكرني في حد رد رغم ان حد رده على فكرة الحديث بتاع ابن عباس اللي في المخالي حديث بشع يعني حديث بشع ومسيس وسياسي بشكل واضح الحديث بيقول انه جمل عباس وقالوله ان علي ابن ابي طالب حرق الكفار او حرق اللي هم ارتدين قال لهم لا لا يعزوا بالنار الا رب النار ولو كان حد اسمعي اللي قتلتهم لان من بدل دي له فاقتلوه دلوقتي عالي ابن ابي طالب لما الرسول مات كان عالي ابن ابي طالب يعني وصل تلاتين سنة كده حدث احبه تلاتين سنة كان يعني هو لما كان باس في فراشه كان 18 سنة يعني كده الرسول ظهره بس كده عاطلو يعني عاطلو يعني حاجة كده هدية وخلال ماشا راجع تاني ايه المدينة وفضل هو ابن ابي ابن ابي طالب في مكة لان ابو العباس في مكة ولما مات الاسوق عنده 8 سنين او 10 سنين فما ما ما خدش العلم اللي عند عالي ابن ابي طالب فعالي ابن ابي طالب ما سمعش الحديث بتاع ما اللي يعزب النار الا رب النار وحرق الناس والعباس هو اللي انما الموضوع كان فيه اسراء عالوي عباسي لما الدول العباسية قامت كان فيه اسراء علاء وعباسي العلويين لما بقى ابناء الحسين والحسن وكلام الان ده شايفين هم احق بالخلاف وناس كتير متحيزة له والتانيين طبع متحيزى المتحيزين ל�äischen عباسين هم هولا دعمه اللي هو العباس عم عم الرسول وابن عباس هو ابنه اللي هو السماء بعدك ترجسمان القرآنه فيقوم الحديث ينتصرology اللي الفقه ابن عباس وعلم ابن عباس اللي يعني ما حصلش ضد علم ابن ابي طالب وان اللي علم ابن ابي طالب ان اللي masters masters والبخالي كله لليه ما فيش العيب اختيار علم ابن ابي طالب كله يساء العلم وبن ابي طرام والان رسول قال له يا طرام وماش عدم يتبقي الoun وابن عباس بقى حديث. ففاضح ان هو انتصار للعباسين على العروين حديث مسيس. وبعدين موجود في القرآن ولا شو ابن حد نفيته ولا بتاعه. ده القرآن بيقولك إنا لزينا آمنوا ثم كفر ثم آمنوا ثم كفر. طب هو لو آمنوا كفر وآمنوا كفر ودول في النص ما تقتلوش ليه. آآ لا يقولك له مع عذاب عظيم. ماشي. يبا ربنا اللي حسيم. آآ يبا ربنا اللي حسيم. إنما النص يقولك إنا لزينا آمنوا ثم كفر ثم آمنوا ثم كفر. فانت في آآ آمنوا كفر وآمنوا كفر. فانقصدي آآ الحديث مسيس. اللي هما مصممين. وبعدين ده تبقى اللي بتوعلم الحديث انه قلت قبل كده كده. ده يا جماعة حديث احاد ظني الثبوت. ما ترفعوا عن كهلكم. احادث ظني الثبوت دي. يعني حتى آآ مرة الغزالي بس كان بتكلم في حاجة تالي خاصة بالصلاة والاقامة. قال احنا تعلمنا في الازهر ان حديث الاحاد منكره ليس عليه شيء. يعني منكر حديث الاحاد ليس عليه شيء. طب نيجي بالكتوة الستة. كلها حديث احاد. كلام ده له مين? شيخ شلطول. شيخ الازهر. قال لك جبنا شيوخ الازهر. وسألته. ما هو الحديث المتواتر? المتواتر اللي هو قطع الثبوت يعني. اللي هو معظم الصلاة والعبادات والكعبة والحاجات دي. مية الف واحد شاف الرسول بيصلي. وشاف الرسول بيحجل. اعم. فقال ده اللي بيقولوا ايه? الشيخ شلطوت في كتابة الاسلام عقدة وشريعة. قال اختلفنا على حديث انما الاعمال هو جميع. اللي هو اول حديث في العبعين النوائي. قلل كل اللي برمى نوى فان كانت الالات والعرسول فالات والعرسول. ولم نتفق الا على حديث واحد اللي هو ايه? من كذب علي عامدا متعمدا فنيتبوق من قعده من النار. اللي هو الحديث اللي ايه? اللي بيحذر الناس من الكذب على الرسول. فليتبوق بقعده من النار. ده بس الحديث المتوقف. معنى كلام الشيخ شلطوت ايه? ان كل الكتب الستة دي الحديث احاد. طب الشيخ الغزالي بيقول ايه? منكر الحديث الاحد ليس عليه شيء. طب لما يكون الحديث في عمفي وفي قتل وفي زبح يا عامل ما ترفعه انكهلك ونرفضه نرفضه او نرده. كلمة رد الحديث او الرب يعني انت بتقول انه حصلش. مرسول بقى اشي الكلام ده. ما اللي هو موسوكية السنة النبوية والسنة النبوية موسطقة. ما هو بتحكوا. ما هو ده دي كده كذب. اه علم الرجال وعلم النساء. ما هو مش. ما هو علم الرجال ده. بص. حديث الاحد. له احاد. حتى العلوم ذكرية. ما فيش حديث علم للعلم النساء. لا رجال. اه. صحيح. ما ساعتش عن محادثين نساء حتى في علم الرجال ده. المهم يعني. بس اجاب يروح السادة عاشها. عشان قوم برموينين وبتاعها. اه. انا اقصد ايه. اشترى الموضوع ايه? ان هو الاحديث الاحد قسموها تلت تلت اقسام. عزيز وغريب ومشهور. فمشهور ده اللي هو فيه تلاتة. تلاتة رؤون. سواء من الصحابة او من التابعين او اللي يسموها سلسلة في السنة. اه العزيز اتنين. الغريب واحد. معظم الاحديث بتاعت بخاري ومسلم دي واحد. اقل لمرتبة بالاحات. اقل لمرتبة بالاحات. وكلمة الحديث الصحيح دي خدعة. قلتون دي خدعة اكبر خدعة بتعاملت الحديث الصحيح. ليه? لان بيطلع الشيخ على المنبر يقول لهم وهذا حديث صحيح. وكلمة بيقول للناس ده يقيني. طب لعلم بقى الحديث المتواتر. انا سألت مرة للدكتور سمين العون. قلت له هل الحديث المتواتر اللي هو قطع السوط يعتبر يعني بالتصنيف لعلماء الحديثة. يعني اليقين? قال لي لا. يعني غلبة الظن. ليه? لانوا عملين القرآن هو اليقين. المتواتر اللي هو ايه? زي ما قلت لك العبادات. ليه? مئة الف واحد شافوا الرسول بيحج. وشافوه بيسعى من الصفة والمروة. وشافوه بيلف سبع لفات. وشافوه بيشارع الحاجر لسه. او شافوه بيصالي الصبح ركعتين ودهر اربع ركعت وكلام من ده وفي ركوع وفي سجود وفي سماع بابن خطوة وهكذا. فمئة الف شافوه. شافوه الناس. فدي السنة. هي دي السنة اللي هي حديثة متواترة. انتعارف حتى اختلفوا في التكتف في الصلاة. اه التكتف اللي هو ايه? نوعا. لا التفاصيل فيها. لا ما هو. التفاصيل فيها خلاف كتير. اه لانه اتعايد طول الرقاعات. اه عدد الرقاعات والرقعة نفسها تفاصيل رقعة ايه في ركوع وفي سجود. اه انما التفاصيل بقى التانية دي والتشاهد ومسطنب فيها. الناس اللي قال لك السنة وفي ورده. دي تفاصيل كتير ايه? والتشاهد فيها ايه? يعني كل ده ايه? كلام فيه خلافات. انما انا نتكلم على اللي اللي بيسموها السنة الفعلية. البصول العامل قدامه حاجة. اه ومزد في العبادات. فزي ما قلت ان هو ده خدعة كبيرة في السنة. وهو المشكلة ان هو. لما الشافعي. على فكرة الشافعي هو الفقه التالت. لازم الناس تفهم التاريخ برضو. والتواريخ لانها مهمة. لان مرة كنت قاعد مع سلافيين بتاع برهامي في معرض الكتابة. قلت لهم دلوقتي اول حاجة كان فيها ابو حنيفة من تمانين هجرياً لمية وخمسين هجرياً. وعمل مذهبه. مذهب الحنف. وجاء ابو يوسف تلبيز وكلام منه. وعندك بعد كده جي مالك مش عارف من ستة وتسعين لمية حاجة وستين. هجرياً. ده الخليفة ده الفقيه التالي. وبعدين عندك الشافعي من مية وخمسين لمية وخمسة. بات صغير الشافعي شوية. كل ده البخالي موليد بقى كان مية ستة وتسعين. وقال لك عمل الفقه وعنده ستاشر سنة. يعني مية واثناشر بدأ كده ايه? يحدث. ستاشر سنة يعني مية واثناشر. جيه احمد ابن حنبة اللي هو الخليفة الرابع والاخير ده كان استاذ البخاري. اللي هو اتولد اه مية حاجة وستين. ومات بقى امتين حاجة وخمسين كده يعني. لو مية حاجة وسبعين. مهم يعني ايه? استاء هو اكبر من البخاري في عشرين سنة مسلا. المزاق دي عملت ايه? عملت فقه وطهقة وطهرة ونجاسة ومش عارفه اختصار وكل حاجة وجواز وكل حاجة عملت كل حاجة. وزاكي البخاري لما جيه. هو مش هيقول لناس للصبح ركاتين. اه. انا قلت لناس اب مداد оставged. قلت له هاتلي حديث في الصلاة. اه ها في الكتب السلسة. ومعند دخلت فقتقتها. قال له انت خفت ليه? قلتJesus يا عمل احد جبك اهو. لخلت فقتقتا وصرت وصيرت بقى يجاب سيرسة وقلت جاب سيرس. وقالته هتلي حديث يوحد ربنا. في الكتب الست عن الصلاة. عن الصلاة بتفاصيل الصلاة يا وجوان في صلح ركاتيه اه اه. ما لاقاش وقال له اهو في حديث اهو مش عارض اكبر كنا نصلي اللي وفي الترمزي. كنا نصلي مش عارف الدورة اربع ركعتين يعني كنا قصر يعني. لما ندخلنا اربع ركعة. انما بديل التفاصيل لا. هو كان بالكالل صوت القصر. انما تفاصيل ركعة ايه? لما وجودة في القرآن ولا وجودة في الايه? في الكتب الستة. لانه مش هيجي المخاري. سنة ميتين واتناشر. يقولون صبح ركعتين. هتحكوا عليه. تلاقي بقى باب الصبر. عنده كتاب الصبر. بيسميه كتاب الصبر. في مش عارف بتاع سبين حديث ولا تبين حديث. انهم في المسجد. الاكل في المسجد. مش عارف ايه في المسجد. التفافة في المسجد. البصاخ في المسجد خمسة وعشرين حديث. ونكن انت متفش على القبلة او ما تبسخش على القبلة بس ما تبسخش على يمينك تبسخ على شمالك. الحديث بهذا المنظر. يعني مش عارس نقول تفاصيل يعني المهم ايه? فكتاب الصلاة نفسه بتاع البخاري ما فيهوش حديث واحد ربنا عن صبح ركعتين او الدور على البلاقات. ولا كنا نعرف الصلاة ازاي? ما عرفناه من المزاهب الاربعة. ما المزاهب قاله. المزاهب الاربعة فيه حاجة اسمها متن المزهب. اللي هو كل احكام المزهب. مختصرة بقى بدون مرويات وكلام منه. بدون رغ كتير. مختصرة يعني. ففيه متن متن بتاع ابو حنيفة متن. في كل حاجة. الجواز والطلاق وكل حاجة. اللي هاي المتون بتاع المزاهب. فيها كل كل الطهارة والنجاسة والصلاة والوضو والالسان كل حاجة دي موجودة فيه. فجيب بقى خلي ما اتكلمش في الحاجات دي بقى. انما كل موضوع انه عايز جقول ايه? ازا بوية على الخليفتين تغطولوا الشرق من هما. اصلا اصلا الرسول كان في حاجة اسمها خليفة. هم. هما ليه اختلفوا على ان نسمى ابو واكر ايه? لو هو رسول قا في خليفة حاجة اسمها خليفة ما كانش اختلف وانسام يا ابو واكر ايه? وما كش في حاجة اسمها باعة. البيعة كتلقبوه. باعة اه. اه. انا فيش حاجة اسمها باعة على الخلافة. فيش حاجة اسمها كده ما ما ظهرتش. وكل الاحديث تحت المستقبل دي. الغيب دي. السيدة عايشة انقريتها. حاريت له انت عرصت الكلام من ايه? ان الرسول تبقى نص القوالي لا يعلم الغيب. ورفضت كل احديث المستقبل وهيحصل كذا مش هيحصل كذا. كل احديث المستقبل دي. وبعدين بايقول لك ايه? لاي نبوءة بقى. اه ستكونوا مش عارف اه سبا مولكا عدودا. ثم تعودوا خلافة الرشيد على منهاج النبوة. فكرة ان في نبوءة ان الرسول قال ان الخلافة هترجع. فاحنا مكلفين بتحقق ان تجيب. سبحان الله اول اربعة من المرشحين ايه? الخلافاء الرشدين اللي هم المبشرين بالجنة. اول اربعة سبحان الله اول اربعة خلافاء. بالترتيب. بالترتيب التاريخي للخلافة. اه. لا وقالوا حديث بتان ام يعني نواقل اول بعدين عمر بعدين كده يعني يعني في كل ده كل ده. حاجة غريبة. اه. هو المشكلة بقى لما ابو الشافعي عمل الاصول والثق بتاعه كتاب الام ورح اقل لك بقى مصدر التشيح القران والسنة قال لك بس تاتوا الاناه. ليه? لان كان فيه مشكلة مع الشيحة. اه. الشيحة كان عندهم الايمة بقى الايمام الاول وده عفاس الصادق ومش عارف الامام كزا غاية ايمام الالتناشر. اللي هو العسكر. فكهم خلوا الامام. اللي هو طبعا من سلالة الحسنة او الحسين يعني. اه اللي ايمة بتوحهم. ليه حق التشريحة? زي وزي الرسول. اه. فهو مش محتاجين لمصدر تاني يقول لهم يقول لهم نص. فهو كيفاية ان جاعف الاصدق يقول حكم بقى هو ده الحكم ديني. حكم جاي من ربينا. زي وزي النبوه. الامام المعصوم. يعني ان الامام لما يحط حاجة يقول حاجة. طب بتوعصو بقى هم بقول لك لا مش حاسمها ايمة ودول بيستهجروا ودول اخترعوا وكلام مين. طبعا احنا نعمل ايه بقى? نخلي الرسول هو قوله ايه? اه. اه. مش عايزين نعمل ايمة زيهم. فنحل المشكلة ازاي? بس. تهت والقناء الشافية علىك السنة مصدر التشريح التاني. فنخلي بقى ايه? الحاجة اللي احنا عايزينها نحط. وزيك بس لما جيه. اه في حرب السيدة عائشة بتاع الموقعات الجمع دي. جيش علي تهز. السيدة عائشة ام المؤمنين رجبة على هودك. وحنا بنرمي رماح وبنرمي اسهم وممكن سهم يجي في ام المؤمنين. فالجيش بتاع اه عائب ابن ابن طالب ده كمنا سنة كان خمسة وتلاتين هجرية. بعد بقته الرسول بحاجة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة. اه. فجيش العائب ابن 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 طالب تهز. فجيش فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولو شؤون امورهم المؤمنين. ايه يا عم سمعتوا فين ده? قال لك اصل الرسول كان في واحدة مسكت الفرس ست. فلما عرف ان هي مسكت ست فقال لك خلص هي تهزمة. ما افلح قوم ولو شؤون المؤمنين. التاريخ بتاع الفرس ما بيقولش ان في الفترة الزمنية دي من واحدة هجريا دي ان واحدة ست مسكت الفرس. الفترة الزمنية دي. اه تقصد انه الحديث ده طلع حتى ان حرب الجنة. وبعدين دلوقتي الرسول قال لك انت يا واقرة بتاع البصرة. ولا عمر سمع ولا عالي سمع ولا كزا سمع. وانت ما افتكرتوش اللي سنة خمسة و ترتين هجريا. الرسول ما لديت حداشر هجريا. انما عايز يثبت الجيش. الجيش عاية مهزوز. اه. لأ احنا هننتصد الرسول اللي قال. وبعدين ايه? رح مطلعين برضو حديث تاني. اه ان الرسول كان واحدة من النساء. وقال لهم ايكم تنبحوها كلاب الحوقب. انو النبي قال كده. اه فاتري السنة عشاء كان مش عالف ماشية في حتة كده وكلاب دمحت عليها. فايه ان دي ايه يعني واحدة يعني حتيابل حاجة مش كويسة. نبوء. نبوءات كلها بيحط على اسن على اسم الرسول والسنة الرسول. ما والشيعة الايم ما بيقوله زي الكلام. لكن هم بيقوله كلام جاي من ربينا من السمع. طب هنعمل ايه? السنة. بخلي الرسول اللي ايه? اه اسمعوا وقطيعوا ولأم عليكم عبد الحباشين كالنا رأسه زبيبة. يظهر كان فيه حديث شوية وحكم فعايزين الناس ايه مش الناس مش مستنفها شوية فراح ايه حاطين حديث. اسمعوا وقطيعوا ولأم عليكم عبد الحباشين كالنا رأسه زبيبة. من ماتت دون اباعة فموتاتهمية تنجاهلية. في موضوع مش عايزة تبايع. والمدينة ما كاش عايزة تبايع يا زي. لازم تبايع امام زمانك. لازم تبايع امام. فعايزين الناس تبايع ما فيش حد يمتنع عن تبايع. وبعدين لو بوعي الاتنين تقتلوا التاني. بقى الرسول حيقول ازا بوعي على خليفتين. اقتلوا السنة من هما. بس سياسية. اه احديث سياسية. طب هو هيحط العشرة احديث دول كده في الهواء الطاقة. ولا يعمل حشو. يا يعني لازم بقى الازام بقى والنوم في الصلاة واتفافة في المسجد ومش عاد ايه في المسجد. يعمل حشو الكتير ده. وجلد القرد الزاني مش جلد القرد الزاني ورسولة صحر. وبعدين برضو انا عندي شوفها. دلوقتي العربي كان فارس. يوح الحرب من دول. رجالوا بقشرين جالية. يعني في معركة الكتاب كان بيدالي السؤول عداني. عقوة بالنفع ده. طب ان شابينه ببعض الحاجات بس سايبينه لسه. وخلوه زي ايه مش مش معلوش في الامتحان بس يدراسة يعني. الممكن من ضمنها انه دخلوا حرب في ليبيا كده. كانوا شايف سبيل الف واحد. فالراكب خد الف دينار. والفارس خد تلات تلاف دينار. الدينار ده 4 جرام دهب. يعني اذا الرجل المرتاجل ده خد 4 كيلو دهب. الف دينار. والتاني خد 12 كيلو دهب. الفارس. معركة واحدة. وبعدين كان هو عاطي لابدالله ابنة بالسرحة. جزء من الاخماس. عاطي له كده 4% انا حسبتهم سبعين الف وقلت في المتوسط اتنين كيلو دهب اضرامي في سبعين الف. وهو اخد الخمس بتاع الكلام ده. لقيت الرجل بقى ملياردير في حرب واحدة. لهو عبدالله ابنة بالسرحة. ملياردير رسمي. يطلع له مثلا بخمسوية كيلو دهب ولا حاجة? لانه هياخد ايه? 4% من كل الايه? من كل اللي كيش خده ده. ممم. اللي كانوا صابين الف واحد. واللي هو المرتجل ده لانه المرتجل بيضره في الحرب اقال من الفارس. نعم. من اداءه في الحرب اقال من الفارس. فكان الحسبة كده ده واحد وحد التلاتة. فده اخد الف دينار اللي هو اربعة كيلو دهب. وده اخد التاشر كيلو دهب. اللي هو الفارس. وعبدالله ابنة السرح اخده تخوصي كده بقى. في معركة واحدة. وده دليل ان هما بقى مش بياخدوا الحسنة والسيف. لا. ده اه قسحوا المودل. وانت هجيب كل كيلوات ده بديه من ايه? اللي ازا كانت قسحوا المودل واخدوا الصراوات اللي عندهم. مش موضوع بقى ان هما ايه? يعني ما فيش حاجة اسمها مدنيين وعسكريين. ده اقتحان. نعم. ده موجود في اقبل النافع اللي بدال السلو الاعدادي. وبتكلم من اهم حاجة بالاسلام الجهاد وزورة سنة بالاسلام. ويبقى قدوته اقبل النافع. قدوة العدد في التالي. اقبل اعدادي. اقبل النافع. ويجوا. بيستمزل دولة اخرى باحتلال. انا عايز نقولك ان احنا هتلينا وكلنا هتلس خلال الاربع عقود دولة. ولغاية دلوقتي مش راضين يلغوا اقبل النافع. شوفوا وصلنا لمرحلة ايه? بعد اتناشر سنة صورتين وكلامين ده. مش راضين يلغوا اقبل النافع في التدريس. شالوا منها بعض الحاجات. الحاجات اللي قلتها شالوها. في النسخة التانية قلتها شالوها بعض الحاجات. لانها كلام مفزع جدا. فانا قصدي اشياءت في الموضوع. حركة برجلي كده فاجالي اشياءت في الموضوع يعني ايه? ان المشهد كان بهذه الصورة. ان هو احنا احطلنا اعمل اربع عقود. وعايزين عشان نطهر العقل العربي والمصري. لان زي ما قلنا هو فكرة الشراء الاسلامية مش احنا بس. ده المغرب والاقر. افغانستان تسعة وتسعين في المية. الشراء في الموضوع يعني. افغانستان العايزين تطبقوا الشريعة تسعة وتسعين في المية. ده. وخيباك دول ما بيتحدوش الشراء العربية. فالشيخ بس بيقول لهم على القمة المسجل كده في خطبة الجمعة والشارة اسلامية وكلام ربنا ودستور ربنا. ما انا حتى مرة اتضاقش ايه اسنان الفيبر 12 اسنان القوان بقى واحد بتاع كوشة. قال لي القرآن دستوري. كنا ما نعمل دستوري ساعت. قال لي القرآن دستوري. قلت له القرآن فهو القرآن مفوش تفاصيل يا عبد. فحتى قلت له في المحل كده. قلت له انت دلوقتي انت عامل التندة دي ليه وكلام. قال لي لأ ما اصل اللايحة بتقول الاتنين انا انا سم المسافة بالنص والتندة ارفحها تراتة متر وبجيب تصريحه. قلت له اه الحاجات دي ما جده في القرآن. قال لي لا ده ما جدت في اللوائح. قلت له بس يعني دي الفكرة. وبعدية دستور ده بيحط قواعد عامة بس. انك انت حرية التعبير وحرية الرأي وانا مش حد كزا وكزا وكزا وكزا. ده ما قلت ليش القرآن دستوره. فقلت له التفاصيل التندة وتفاصيل المحل وانت تاخد قد كزا. ومن حقك تاخد على الرصيف قد ايه? وتحط الكراسي فين? قلت له الكلام ده كله ايه? قال لي لوائح. قوانين. اه. قوانين. يعني ده حتى مش قوانين ده لوائح يعني حتى بيقى فيه قوانين عامة بفيه لوائح داخلية ينظمها الجهاز لمدينة مثلا او في كل مدينة حسب الظروف. حتى القوانين بيبقى جواه لوائح فعل. بالزبط. بالزبط. فانا قصد ليها حتى التنفيذية وحاجات زي كده. فانا قصد الفكرة. قلت له يعني ايه قرآن دستور ده? قلت له ايه قرآن دستور ده? قلت له فيه تندة في القرآن? فيه تاخد قديم الشارع? تاخد قديم الرصيف? انت ايه? او جرك ايه? قلت له القرآن ده بحط ايه مجمل مش مفصل. طبعا هنفهم ايه ده حال الكشر. بس سيبك تعال حال الكشر. انت لو كلمتي واحد جميع هيقول لي نفس الكلام. ازا كان واحد زي عالي جريشا ومستشار ولا واحد زي معنونه هضيبي مصنوعين على نفس الكلام. بس هل ما فقالتك في السوم اللي يخش بالتفاصيل عالي. عارف ان فيش تفاصيل. وانتفاصيل كلها فقه. وانت كلها قرآن بشرية. تعاوز اكلمك على في اخر نقطة على موضوع الشعراوي. هل هل النبش في الماضي? وبعض الشخصيات الماضي اللي هي مفترض ما يتبت وخلاص يعني اتناسب. هل ده بيخدم الالحاد يعني قصد العلمانية يعني هل ده بيخدم القضاية العلمانية انه والتنوير الناس بحقوقها وانه لا مفترض نفسي. يعني هل شايف انه مهدمة شخصية زي الشعراوي. واحد ما يتبقى له كم سنة وخلاص يعني متشايفة انه يعني ليه اي تأثير غير ان هو بيتسمع مثلا على الفطار ومحاديش بينصط ليه وبيهتم يعني اللي هو ايه مشغلينه زي بركة كده في البيت. تعارف بيوتنا المصرية اللي هو ولا اصلا بمفاهمينه وبيقول ايه. بس اللي هو ايه منشغل وخلاص كده بركة. طبعا مش عايز اقول لك كثير من اصدقائي وفي دول العائلية يتضايقوا جدا وانت ماشي على هوا براهيم ايسا وعشان موضوع الشعراوي. مانفعين جدا يجدعين قلتلهم احنا مش مفيش خزومه شخصية بينما بين الشعراوي. الكلام بقى ان هو مات ماشي حاسمها واحد كتب كتب وليه فيديوهات وقسمه مات. سواء ملحد او شيخ. ام. يعني ما قلتش محمد عمارة مات. هوا ساد قطب بات. ولا لسه فيه قطبيين وفيه مش عالف كزا وفي انا اصدقائي. شعراوي. شعراوي ما كانش شخصية زي برضو ساد قطب يعني ما. يعني ما. المشكلة انه شعبي. كان واحد بيفسر القرآن زي كأنه واحد عال على مصطبع. انا ما بشوفش الشعراوي مؤثر اوي زي. لا. لمشكلة الشعراوي انه كان محبوب. ساد قطب كانش معروف. انما ساد قطب الشعراوي زي ما تقول في بركة الناس كلها بتحبه. انت كاتب كلها لازق صورته. فلما ييجي يقول. ما هو المشكلة انه فتاوي مستمرة. لما ييجي يقول مسلا في فتوى ابو تال فزا. وطبع ماليا لسوشال ميديا. انه هو ولان ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من لتن. ولان بقى واللغة العربية وحتى وما عارش ايه كلام من ده. ودكتراف حتى. يقول لك ايه. المفروض تشتعيز من الله باي عمل يرضي يهودي او 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 نصارى. جعلنا انا روحت عزيته. ده كده العمل يرضي المسيح. يبقى كده لا. المفروض بالراض عنك يبقى انت اتبعت بالله. او تهديه او تعيد عليه او تمحله فرح او تجمله. او تعامله بالحسنة في المكان العمل او في الشارع او جارك. تهديه في رمضان تديه طبعا قطايف ولا حاجة. في رمضان هو برضو تديك مش عارف كحتي. وهكذا. العلاقة دي. العلاقة اساسية فاصل. هل شايف هل شايف اللعب مثلا على الاحتكاج بشخصيات. زي ما بتقول محبوبة. اه ونجدها. هل ده هيفدنا ان احنا مثلا نمرر افكارنا اه التنويرية للناس تدريجيا. يعني انت زي ما قلت كده اه يعني اه مهجمة حد زي الشعراوي اثار النعرات ولا? لا ما تهجمش انت فاهم لانه هو اه ده بالنسبة له حد يعني 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 عارف انت زي ابوه وامه وكده فاهمت? ما انا بدا اقول لهم كده. هل انت موافع على كده? اقول له الفتوة بتاعت الشعراوي. اقول الفتوة بتاعت اللي بيصليش. اصل دوقتي الشاب يعني اه برضو اللي انا عايز اقول لك كده اغيراتهم مختمة مصر. يعني نسبة كده منهم ومتصليش. ففتوة زي الشعراوي يقول لك ايه تستتيبه ثلاثة يوم تقتله. حلقت العيالنا بقى يعني فنقصلي فتاوي قمة في القصوة يعني. ده بس ما بيصليش مش كافي ولا حاجة ما اعلنش الهاد ولا حاجة. ده الراجل بس قال لك ما كسل وما بيصليش كلام ماهي. فقال لك لا تستتيبه ثلاثة يوم. وانما بيصومش ينفى. مسلا. فنقصلي احنا معطلين على هزي الفتاوي. فلما يبدأ قللك الشعراوي وقلتول انت موافق ان انت ما تعيدش على المسيحي. تعيده. وما تعزهوش لو حصل مميت. وما عملوش كويس لو هو جارك. ولو هو ازمينك في الشخي. انت معك يقول لي لا مش مع الكلام ده. قلت له طيب خاص بانت يبقى انت معايا احنا. مش ضد احنا كلام الشعراء عن الجنة وعن النار وعن كذا وعن كذا. لا. انما مشكلته مع المرأة. كلامه عن المرأة كلام سلبي جدا. كلامه عن المسيحيين. والاخر. يا اهم حاجه هنا. اللي اختنا مع الاخر. وزيبا قلو بقى يا القتل فتاة ولا بدي تايمية وكلام ده كله. ده غير بقى ان كان ارادش افع︎ اعافئين سنة اللي اختفي واحد. ع squishy الله. اؤمن ثانس نسانة وبعرضش كتر. وبعدين هو كان برضو كان برضو مستشار لليه بتوضيف الاموان. اللي يعاني مصر كلها ضعت فلوسها ارتوذف الاموان وقضوها تنجات مش عادة نقول لك ناس عملت كثريات في الخليج.ругjanởفnicos كتلاها قيمة يعني. مم. العشرين الف والترتيق الف والخلصين الف يقول لك لا بقى خلط كمان. اه. في ناس لاغت الاعارة. ليه? هيحط الاربين الف وياخد له عشر تلف في السنة. عشر تلف في السنة دولت والتمانينات يعني ايه? يعيشوك ملك الزمانة. يبقى يا شهرياء. مم. في الصورة بس مش عشان تبدو الوقت. في ناس لاغت اعاراتها على اساس تقعد بقى وتاخد الفوضة بتاعت الرايان والسعد. دمروا مستهبا الناس يعني. بسهل الشعراوي قال لهم البنوك رباوية واستشار ويتصور مع السعد والاهرام والمتاع. في كتاب مهمة او الفرق في الاسم الملعوب. نعم. فناصدي الموضوع احنا مش ضد الشعراوي كشخص ومش ضد انه يتكلم عن الجنة والنار. وانه يتكلم عن الناس عن بير الولدين وكلمه عن الاخلاق والفصل القوات. كل ده مش معترضين عليه. احنا معترضين على الفتاوي اللي هي فيها مشكلة. انا انا برضو عاوزة برضو. انت بتقولي انت بتقولي الملحدين يواجهوا الناس. احنا منتخذ الشعراوي بس. بعض الفتاوى. وبعض الفتاوى. اتقولي يا Support وجهو ده اللي هيغير التفكيرو كلب مين ده. وبعدين هون مشكلة. دول الملحدين. دول الملحدين للزا عميو. ماشي مش قصد انت بتقولي انت بتطيب الوحدين اللي هنوا ميعبارا عن قراءه معti. اه طبعا. فناصدي ايه ويواجهو المجتمع وتطيعوا كلب مين ده. بدل ما يدارو. ما عليش برضو أنا 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 شخصية لو ملحدة أنا أساساً مسيحية أشوف الشعروي ده ولا حاجة فاللي هو أنا 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 هركز على القضايا الأساسي بتاعته الحقوقي قريتي مش هقعد أمسك في واحد مئمات كلبك بقى معي المجتمع اللي احنا فيه ده آآ طائفي مش هنقول إن المجتمع اللي هو في الأيام ساعة زغلوك ما كانش طائفي كان فيه طائفية بس فيه طائفية واحدة المية وفيه طائفية بقت تسعين في المية المجتمع اللي تربع رئيس الشعروي ده وسمع الفتاوي ده تأثر مش عايز نقولك بقى الحاجات اللي بيخاف وياكل عند المسيح رغم إنه أصلاً النص واضح إنه هو آآ إنه أكلهم حلال وكل منه آآ معك ويخاف يشرب ماء عنده ويطلعوا بقى قويل وخزعبلات عن المسيحيين وقلوها ويروجوها في حص الدين وتلاقي عين المسيحيين كده في حص الدين منعزلين يرجعوا يقرأوا نسخوا ده بصول مبسطة كده ايه فيها ريبة وهو حس ترعوا برصة الريبة دي ويتبدأ ده حصل فجوة ولكن فيه أصدقاء مسيحيين مع الوقت فيه فجوة بينهم وبينهم بسبب تأثير الشعراء وتأثير الطائر الفكري ده إحنا طائفيين نازم نعترف إن إحنا فيها النسبة الطائفية مرتفعة حتى يقول لك ايه ده ده مسيحي بس حالي مسلا يعني لأصلي هو حش ده أصمر بس ابن حلال اه مسلا في قصدي الراجل بتاعنا جاء عمادي اللي قاتل الناس في الكنيسة وتسجن مش عارف كم سنة ومات في السنة بيقول لك جناسته كانت مهيبة الناس معتبروا بصد القاوم ده ريب يعني هو حدس دي مش تكرك بقادل اي مبارك يعني وتسجن كده ومش عارف آآ جيبها في تلاتاشر مش تكرك في اربعتاشر وشفت حلق الكنيس وشوفت سيبك من حتى بالناس اللي بتاعنا الناس نفسها في تعاملاتها في تعاملاتها الانسانية طبعا في جزء مش طائفي بس الأقل ما وإزا كان فيه اربعة وسبعين في المية شايفين اللي التوضيق الشراء الإسلامية أكيد اللي اربعة وسبعين في المية دول شايفين إنه هو تعتذر إلى الله إنه هو يرضى عنك واحد دسيحي بس احنا مع الوقت قصرنا قلنا بلاش بقى في خطبة الجمعة نقول بقى إيه الله منصر الإسلام والمسلمين وإيش المسلمين بس والتانين بقى اللهم مش عارف يخصب بهم الأرض وبيضوا عن مسيحيين على منابل يعني كان بيضوا عن المسيحيين واليهود على منابل اللهم شتتهم عدده وأحضر أبدا حيات كده يعني؟ أه 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 وأنا قرص ناتب ودني اللهم مهلك اليهود بالنصارى طيب 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 اه أه أه مع الوقت مع الوقت منعنا الكلام ده ومع الوقت عايزين نرفض فتاوي اللي هي التمييز زي بتاعة الشعراوي دي وليقول للشعراوي قال كده يا جماعة ماشي يحب الشعراوي بس أرفض فتاوي السيئة ولا أخرى أنا بكراش الشعراوي إنما إحنا ولا ما نقرأ أي حد بس إحنا متحق تزين على الفتاة وسيما قلت تكلم كنوا علاقين بقى صوته على التكاتيك حوالا مش كده وبعدين ما هو الشعراوي هو الأظهر دلوقت يقول حاجة غير الشعراوي ما يقولش حاجة خير هالقل ما فيس حاجة يسمي الحاجة يسميها مفيش حاجة اسمها آآآآآ طبعا تبقى نطلع بس أنا أخ أخSh îmau الطيب وكلام مين ده يقولك ايه نعيد على المسيحيين في عيدهم بس كده نعيد على المسيحيين في عيدهم بس وبعدين في الداخل ايه ما انه قلتلهم يا جماعة منفعش الأظهر المنظر ده انه قلتلهم قلتلهم برضو من دول الحاجات اللي انا قلتلتها وما اشألين ياخدوا قرار زي ده قلتلهم 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 التعليم قبل الجميع الديني ده بيطلع الناس يعني مشوهة تصيرك انه فيش اقتراض اصلا بالوالد والبنت انما كمان مفيش مسيحيين فالكلام اللي بتقال في حصة الدين بيتقال على مدار الحصص قمة الكراهية ما شافش واحد بسيحي ما يتعاملت سعاد مسيحي وطلع معبق بكراهية ضد الاخر نازم بس اختلاط ما بين الا اه قلتلهم الغوا ده انا كمان قلتلهم كمان خلوا الازهر كجامعة جميش جامعة ازهر بالدارس لهوت زي ما فيه بقى كلية لهوت في المسيحية قلتلهم بس تسمح الناس تدخل مسيحي بقى يهودي ملحد انا 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 عشرت كمان اللي اختلاط ما بين الولاد والبنات كمان مهم مش بس ما بين الاديان المختلفة كل العلماء النفس قالك ان الشخص اللي هو محتكش بامرأة بيطلع عنده هوس جنسي اكتر من اللي احتك احتك وتعاقد الصاحب عليهم ويكلم معاهم مش اول مرة شوف بنت يتكلم معاه ما بيحصلوش حاجة من حالة الهوس اه في ناس بيبقى عندهم خمسة عشرين وستة عشرين وبيبقى مضطرب لما بيتكلم مع واحدة بالزبط فخلي الشخص عادي ويعرف ان في واحدة كويسة واحدة قابلها واحدة مش قابلها ودي روحة حلوة ودي روحة مش حلوة يبدأ يتعامل مع البنات وتقدر يميز بالزبط انما كل دور على فكرة بتبقى على خطوة مشوهة في الزواج بعد كده انو بيجوزوا واحدة اول مرة يشوفها اول مرة يتكلم معاها اه ماستلمش عليها حتى فبيجوز بيحس ان هي بقسة فيبدأ بقى عايز يغير لسه بقى ما حصلوش حالة من حالات الارتواء يكون بعد المفاقى خلف له ثلاثة اربعة والعالة تقرف في حياتها ونص المجتمع المصري كده مشوه بهذه الطريق انما لما هو يحتك مشتك شكل طبيعي يعني من شكل انساني هيعرف ان في واحدة في واحدة ايه قبالها وفي واحدة كيمة بتاعتها ضبطا مع واحدة كيمة ولما يختار واحدة هيبقى يعنيفها مشخصيتها وتتقبلها وتتقبلوا يبقى طبعا ممكن بقى يتطلقوا بس على الأقل احتمال التفاوح هتبقى اعلى من فكرة الجوز اللي هو الايه اللي هو ما احتكش بالرأة خالص ده بالذات ده غير بقى موضوع ان هو ما احتكش بالاخر المسيح ده انا حتى قلت له بالجامعة نفسها لما الدكتور بتاع الجامعة يعرف ان قدامه واحد ملحد وقدامه واحد هندوسي وقدامه واحد مسيحي جايد السعود اسلامي دراسته كده الشرقية كده يعني من حق واحد اوروبي عايز يدد دراسات شرقية ان يخش الأظهر حتى كنت بتكلم عن شيخ عبدالله الجامعة عايك هالمدرسين حتى لو عندهم تطرف هيلموا الفانو هيلم الليلة زي ما بالضبط المدرس العرب يخش في مسحين في الفصل مفيش يعيش بقى حياته يقول بقى الخزعبات لو عايز يقولها ايه برضو الولاد يعني الولاد لما بيبقى فيه بنت بيبقى بالضبط بتهزبه على فكرة السبتات بتهزب اخلاق الاجالة يعني احنا لو نكون مجتمع زكوري ممكن نقول الفاظ يعني بشكل شعبية بشكل عادي احنا مجتمع بقى ايه زكوري يقول لنا كلها رجالة زي بعض ونبدأ ايه لما نحس لوحدة ابرأة حتى صوتك بيوتة بتحاول تحافظ على المصطلحات يعني ايه بتقيم فانت لما تعيش مسلا في المجتمع وظيفي وتلال نفسك انك مع الوقت محافظ عشر ساعات محافظ على لسانك بتمع الوقت بتتعود ببداية طبيعتك ان في مجتمع مختلط فبتحافظ على لسانك ان في معانا بنات او معانا ستات القولة او يعني طبعا بتهزب السوق وعلاقتك بالاخر المسيح كل ده مهم فانا قلت له حتى حطه في الازهر من حق واحدة الشيخ عبدالله مجتمع ساعاته قال لي طب وحافظ القرآن قلت له ليه تجبروه حافظ القرآن كله خليه عام يحفظ جزئين ثلاثة يعني يعني لازم يصم معانا السحابة لك قلت له انا تحداك قلت له انا تحداك هات خريجين الازهر بعد خمس سنين من الازهر وشوف كمهم يحافظ القرآن مش هيجي عشرة في المجتمع طبعا انه بيجبرون في الازهر اصول الدين والحاجات دي يحفظ القرآن كاملا طبعا بقى يوم الطريقة بحفظه قوائل اللي يربع وبتاعه يخشك والامتحان ويجيب نصه والشافة والتحريق رشيو مش هو حالهم كده وخلاص وبعد ما يطلع من الازهر السنة اتنين بيكون ناسا القرآن تمامي انه بتاسه بسهولة القرآن يعني فانقصلي ايه قلت له ليه تكبرو يحفظ القرآن كله ما يحفظ تلك ده انه ما هو عايز زيد اصول دين بتاعتك اصول الفقه كمسيح كيهودي هيندوس هايقول لك ده الجواسيس يتجسسوا عليك لا انت بقى كشيخ ازهر كدكتور في الازهر عارف انه قدامك اه اه مستشرقين او جايين من غرب يدرسوا هتحافظ حتى على مستوى هاتقولش ناس القرآن بيقول ما هيقولك يعنيها ناس القرآن بيقول وبعدين حتى طالب الازهر بقى لما يطلعوا في البريك ويقعدوا في الكافيتيريا ومعنس مختلفين ويتخشف لقاله الدكتور حيضطر يعادل افكاره وعايزوا الافكار متسامحة عايزوا الافكار يبين اسلام اسلام ايه اه سلطه اه قويس انت بتبين بيتك ده اجمل حاجة فالطالب نفسه هيتعود انه يتكلم ناس الاخرين ويحس انه بيقدم الاسلام بشكل جيد ومع الوقت هتبقى دي افكار ان الافكار تاني مش مقبولة ومش انسانية ومرفوضة الافكار اللي هي راديكالية هتبقى مرفوضة والدكتور حيضطر افكار وطالبتك وتقول ده الحل الوحي يلغو التعليم قبل الجميع انت عارفة كان عندنا ست معاهد ازهرية ايام الملاكين مقاومة عبدالناصر مع السادات بقى ومع البترو دولار احنا دولتي عشرة ثلاث محة ازالي وخلي بالك بقى عشرة ثلاث محة ده ازالي فيهم اتنين مليون واحد خمسة وثلاثين الف مدرسة حكومة هما طبعا الوزارة بتقول خمسين بس خمسة وثلاثين الف مبنى بخمسين الف مدرسة فاهم حاجة فاهمة ليه خمسة وثلاثين الف مبنى لو ضم العشرة تلاف مع احد ازهاري دور على الخمسة والتراتين احد مدرسة. هتقل الكسافة. بقرار. بالزبط. وبعدين يعيني بقى تيجي في القرى. لو لم يتلي مدرسة الناس ما تدفعش. طب تعال بقى لما مع احد ازهاري. الفلوس فيجي هوى. اه. تعالي بقى في التصريح. عشان تعمل مدرسة وتصريح من الوزارة التعليم معقدة. زي محمد صلاح تقريبه نتبرع لانشاء مع احد ازهاري. على طول مع احد ازهاري. روحي بقى لازهار وخلاصي ورق مع احد ازهاري يخلص هوى. دور عاملة مع احد ازهاري. في القرى ما عندوش كما مع ازهاري. فتطلع يالك كله مبطرفة. طبعا مش بعمم يعني. بس الاسم الشديد بلاحك فيها مشاكل واداء المدرسين وتأهلهم في مشاكل. تعاليم تعاليم في مصر صيح. طيب ياخدوا قرار ده مش قادرين ياخدوا قرار زي ده. لغاية التعاليم. رغم على فكرة علي عبدالله خدوا علي عبدالله الصالح اليمن كان فيها بربو حاجة اسمها معاهد العلمية كتزيل ازهار كده. كان عاملها الاخران المسلمين. مم. وفي التعليم العادي اللي هو العادي. جاء علي عبدالله صالح ستة وتسئين 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 حاجة زي كده. من زمين. واحد تعليم. ما اصدتش حاجة. قرارة بسيط جدا. اه. الدول اللي احنا كنا من التاريع عليها بتتقدم دلوقتي. اه. بقولك علي عبدالله الصالح لا مش مش مرافقة ايه معاهد علمية ومش معاهد علمية وكلام فرق ده روح لاغي. الدول اللي هي منشأ الدين نفسه بتتطور واحنا للأسف يعني ورق خالص. مش كده. كنت عايز يصيرك سؤال اخير يعني ليه العلمانين دايما يعني بيهتموا بآ يعني الشعراوي ومواضيع يعني انت شايف حالة المجتمعات بتاعتنا او المجتمع المصر بتاعنا يعني ناس بتاعيني من الفقر مشاكل في الصحة مشاكل في التعليم. هل شايف انه المجتمع مستعد للتغيير او مستعد انت تيجي تقول له علمانية وفاصل دين عن الدولة واللي اظهر هو المشكلة في ظل هذا الوضع المتردد. هو طبعا عشان يكونوا صرحاء لازم حرية الرأي مجال افضل آآ للحديث لكل اللي يقول الناس لان طبعا دايما ناس تيجي تقول لي انت سايب الناس في السجون وتتكلم عن مش عارف الشعنة وتايبي مش عارف ايه? فلازم نعترف ان مساعدة حرية الرأي آآ منخفض. وكان ديال شوان انا فاكر مرة طلع وكان قدام صحفين وكان وكلامين ده قال يا جماعة احنا مختلفين. كنا مختلفين. ناس مع نفتح الشباك. فاكر ما مساعدتها تنقفل الشباك ونفتح الشباك. مع آآ فتح المجال العام وفيه حرية رأيي وفيه ناس مع الغلق. قالوا الاسف الشديد. ده ده يا رشون اللي هو هيئة الاستهلمات واللي هو عام قاسكة طول لجنة الحوار الوطني. وقالوا لأسف شديد الرأي بتاع الغلق. اللي انتصر. مم. فطبعا لما انت تتكلم عن الشعراوي وتتكلم عن آآ الاسلام السياسي او تنتقد الاخوان. يقول لك يا عام ده ما ربيه في السجون. انت كان عام من ده وقت. ربناها كلمت عن الاخوان وهم في السلطة. عشان باسم من الصورة. اه. من الاول الناس اللي كلمت على الاخوان ودكتور برسي رئيس وكان المجلد الشعب بتحلل بس كان المجلد الشورى كان هو المساعدين عن المجال العام كله. وطبع تنتقدم عبر محيسى. انت عاوز تقول طالما من الكلمة عن حرية رأي يبقى مفترض نمارسها في اي وقت وفي اي وضع. ويكون كمان فيه حالة رأي سياسية. اه. هو انت بتنتقد من هذه النقطة. انت بدي تتكلم عن الشعراوي او يساعد تقول لك انت في المنطقة الامنة. اه. في المنطقة الامنة. اه. ممكن اكون اه في المنطقة الامنة. اه. بس ناص دي. فبالتأكيد لما يكون المجال العام مفتوح اكتر. حيكون في صالح العالميلي. وفي صالح الطيار الليبرالي. اه. وفكرة ان انت بتتكلم. بس في النهاية انا واخدت هذا السلط. ولما كان فيه مساحة حرجية. انا كنت وقت في المقال ووقت في التحليل. اه. كان المقال عامل صفحة اسماعي رحمكم والله. كل كلامنا عن التراث وعن ايه الجامعات الاسلامية والجامعات الارهابية والسلام السياسي وكان فيه صفحة وكان المتاعها عبارة عن ورائتين بس اه بتامن ورائتي يعني تامن صفحات. اه. وكان في صفحة في السياسة. فكنت انا بكتف في يرحمكم الله وبكتف السياسة. بعلق عشاء من العام عشاء من اقتصادي على العملة على كلامين ده. اتكلم في اقتصادي او بكلم في الشكل وكان فيه ساعتها لغاية سنة ستاشر طبعا بعد كده بتحليل اتقفلت الجرنان يعني والايه. اه. والمقالة اتقفلت. وكنت وطلب مع برامي عيسى ساعتها في الحالات برضو نعلق على السياسة وعلا اقتصاد ووضع الناس وعلى الحاجات زي كده. حتى كان ليه حلقة مع شهيرة مع مع برامي عيسى لما عملوا التعوين في الفين وستاشر. وكانت حلقة قوية بس طبعا بعد كده ايه تقفل البردامج بقى والدنيا ايه. دخلت. اه. يعني الدول ارتقت ربما ان فيه اه قانونات معرضة في الخارج وقانونات مناهضة وانهم اقفلوا اقفلوا بطريق. طب اقفلوا بقى اربع سنين خمس سنين ست سنين. المفروض يستقعوا المجال العام. فحيس هنا حتى يبقى فيه ناس بتتكلم في السياسة ناس بتتكلم في الاختصاد كل راح بيعابع الرأيه. فانا انا اتكلم على الشعراء ويه محدش قولي انت سايب الناس في السجون او سايب الاقتصاد و سايب غلا و سايب معرش ايه وكلا بب. حتى لا يكون على العلمانيين حرج. اه. يعني هو فعلا احنا في حرج. احنا في حرج ايه? اه لان هو المجال العام مغلق. وربما هو يكون كلامه صحيح ان انا في المنطقة الابنة. بس ده ده ما نفهنا الاساسي. وانا شايف برضو ان الوعي وانا شايف دايما الاستداد الديني اسوأ من الاستداد السياسي. يعني الاستداد الديني اكيد اسوأ لان التاني بي بيستبد وبيكفرق. وده خلاق جهنم. وهو قاعد على الكورس السياسي. يعني بيصفرك دنيا واخرق. اه بالضبط. ناصدي ايه? يعني دايما منهاجي. بس طبعا انا مش اكيد مش مع الاستداد السياسي. نعم فتح المجال العام وكلا. بالتأكيد الحرية هتعطي. وحتى احنا الاعلام مش يعني. اه كنا نطلع في الاعلام بشكل مكسف. اه بقى مش مقبول ده وقت. وانا ساعة بتحرج يعني اه. يجي بس انا جيبني هتكلم عن اخوان ايه. اخوان ايه ساعات فينا بتحرج يعني مش وقته. يعني اه ربما يكون حاجات ساعات بطلع يعني اعلقوا حاجات زي كده. بس فعلا ساعات ببقى في حرج. ما باش ليوم لازمة يعني خلاص. اه يعني ففعلا لما المجال العام يتفتح ويبقى مسموح بالكلام في كل الاتجاهات. اه اكيد افضل العلمانية وافضل الارضرارية وافضل الحرية الرأي. وما ينفعش احنا نكونوا العلمانيين ومع الاسداد. او 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 مع تقييد الاراء. لان دايما انا شايف ان مواجهة الفكر بالفكر. يعني دايما بقولي العنف نعيم. في عنف مادي وعنف فكري. العنف المادي ده يتعامل معنا الجهاز الشرطة والجيش. انما العنف الفكري بدلا بتحولش العنف مادي مقدرش حسبه. انما اتحاول معي بقى الرأي وصد الرأي. يبقى هو ليه حولي التعبير على الرأي والراديكالية. انه كده عنف فكري. وانا ارد عليه. وده يوعي المجتمع اكتر. لما اطلع انا مع واحد من الاسلام السياسي. بس مع العلم ان انتماء لتنظيم ده مش عنف الفكري. العنف المادي. انت اول ما تعمل تنظيم تحالة المراحلات العنف الفكري. العنف المادي. يعني العنف الفكري اللي هم اربعة عصر في المية اللي شايفين انه ايه? تطبيق الشريعة. اه. اطلع واحد في الاعلام يدفع عن تطبيق الشريعة وانا فاهمه او انا تخشو. ونعمل ونعمل دي بيت وجدال زي ما بنشوف بره الجدالات المناظرات. يعني مثلا في معرض الكتاب انا عملت حلقة انت قشتو. عملوا حلقة اتنين الشيوخ بيدفع عن الشعراء. قلترون ايه ده? طب حدو حدو. الاتنين. تردو عن نفسكو. وحتى ما قلتول فين الزخم يا قلتول يعني فرج فودة بس انا وبتاع الخلاص مناظر والناس كلها حضروا. فيعمل زخم. انما الاتنين بيدفع عن الشعراء وبيقدسوه. ويقول لك ما تقدسوهش بس مش اللي انتخده علماء بس اللي انتخده معرفش انا حلقة ارجعي شوفيها عن موضوع المعرض الكتاب. واتنين شيوخ طرقين ده مع الشعراء. الفروق نصف وفروق ناصف. وعندن في ويقول لك بقى عندنا في براهيم ايسا طبعنا كتب الشعراء. ما العلم للشعراء بروش كتب. ده كلها تفريغ لآآ. كلها حاجات ضفيتة كده انا كنت قاربت. ده تفريغ لحديثو الشفاهي. يعني محررين صحفيين. آآ احنا في مصر كده يعني متقسمين ألترس. ألترس الشعراوي. ألترس الخطيب. يقول لك بيبو بيبو والله يا خطيب. ده هو الاندية. الاندية كان الاندية مقبولة. لان كل الاندية في براه في الدكترا وبطريقة لهم قلت رضحوا. مش هجعين كورة. ماشي. ده اندية احنا احنا عندنا مش اندية لا. اشخاص. اشخاص. اشخاص مشكلة بقى. خطيب. شعراوي. مش عارفة مين. عبادة الاشخاص. للأسف احنا بنعاني من. بنعاني من. آآ انت اسعبتني بوجودك يا سيد سامح. لا لا سيد. لديك شخصية جميلة. ونمرتني. الله يخليك. خليها نورك. فنحديث شاياك. عندك كلمة ختمية نختم بيها. لا بس بشكر جمهورك وبتمنى انهم ينشروا البعي ونشروا الفيديو. نعم. كل ما يعني السوشال ميديا بصراحة خدمانة والفيديووب والحاجات دي مكادش متاحة زمان. فاحنا ما انا شايف ان احنا عصرنا آآ عطانا ميزات مكادش موجودة عند فرق فودة. نعم. وفرق فودة ونجيب محفوظة الناس دي كانت محصورة وكانوا نخبة. انما احنا مش نخبة او احنا قصد ايه آآ لنا مساحة التساع يعني في ناس بتسمحها يعني عشرات من الاشخاص وفي ناس عندها مئات الالاف ويعني يعني 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 في ناس اللي يسمحهم عدد كبير جدا من الناس فاناعتقد ان مع الوقت احنا فرصتنا افضل كتير من فرصة الناس بتاع الجيل القرن العشرين. نعم. آآ هم كانوا افراد ومحدودين ومهاجمين احنا لا احنا ممنتشر اكتر واعتقد مع الوقت بس موضوع عايز مسلا نعيقض لنا الزمن من الحرية عشان نغير البعصة ايه في مية دول ونخلوهم عشر في مية عشر في مية. هو التحبر والتعصب محتاج سنين وعقود من التكثير. آآ بزرط. بس سنين من ايه من قناعة الدولة والإدارة والإرادة السياسية والتعليم والصحة والإعلام وكل يكون يجي من تحت الفوق. آآ بزرط. لا برضو في حاجات لازم تيجي من فوق التحت. لما الاوقاف تقول لك مفيش حد يتكلم عن المسيحين في المنابر. لا في حاجات لازم تيجي من فوق التحت. السلطة قادرة على فرد العلمالية وفرد الإبرادية وفرد. ما هو ما هو كل ما بتقوي وتحت ما يوعد. ما هو كل ما بتقوي من تحت وكل ما بيتضيد الفرص انه يجي حد يعمل اللي احنا نفسنا فيه. لا بالتوازي. من فوق من تحت. ان الله يزغى بالسلطان ويزغى بالقرآن. ده بيقولها الاسلام الاسلاميين. بس هو بيقولها في اتجاهه. ان هنيجي بالسلطة من فوق نفرج الشهر الاسلامية على الناس كلها. اللهم تمكين. آآ. ده ما انا بيقول لا انا ضعيز اغو السلطان ما لازم اغواء نيجي من فوق ولفرد العلم. يعني او نفرد حرية الرأي يعني بشكل ما باخر. او اتنوع انا مش هنزفر على حاجة. انا خلي برلمان يقول كلمته واش احنا مش اه. انا بنتمنى الخير لكل الناس وعاوزين الناس كلها تعيش على طبيعتها وحريتها وتبقى ممسوطة وسعيدة. انا عاوزين يبقى فيه نسبة سعادة عالية في المجتمعات. اهو امان اراد ان يتشدد فلا تشدها على نفسه. احنا مش ضد ان واحد يصنل خيام الليل كل يوم يصنل الليل كل ما عند الشباب. اه فكرة. انما الناس احترم كل واحد يختار. حتى المتدين فيه درجات متدين. فيختار الدرجة اللي هو عايز ايه? مارس حريتك واختار فريتك. انما ما 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 تصنفش الناس وتططط يعني تفرض عليهم. اه كان فرض لي كلمة حلوة. كان فرض لي كلمة حلوة. واظن محمود طهب تعال السودان قال نفس الكلمة قرية منها. قال اه 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 المتدين. قال لك الايه? المتشدد اللي هو عايز اه يراقب علاقة الاخرين مع الله. اه. انما المؤمن يراقب علاقته هو بربنا. هو يشوف نفسه. ويقوي علاقته بربنا. انما ما انت ولكش دعم علاقة اه لجنبك بربنا. انما فقال لك الراديكاري او المتشدد هو اللي عايز يراقب علاقة الناس بربنا. لا. لأ خليك انت في علاقتك مع ربنا القوية زي ما انت عايت. لنكش لعب غيرك صح? كل واحد فيه اللي مكفية. نعم. شكرا ديك سأمي عيد اه نورتين ايه كانت حلقة جميلة. ان شاء الله يعني احط اللينك في قناته استاذ اه سامح في الاول تعليق. طبعا يعني انا هو اشهر مني اسلام بس يعني. يا تحاجاتي تحاجاتي. اه شكرا لك. انا حقد الفيديو برضو انشوره على حناتي ان شاء الله. اه لا اتفضل طبعا. اللي بعطيني اللينك وكلا. حاضر حاضر. حاضر. شكرا لك كل مراتيني. ولله سعيد. شكرا لك. اصباح لك.